اشتركوا في القناة لقين أجازة الحد مش عارف أجازة مين يجو عندي يوم الثلاثة يقولك ما يوم كده ملوش طعم أو ملوش لازمة ولكن الثلاثاء الماضي ستوقف في التاريخ أمامه نقطة التحول في أكثر من مصار وكان يوما جميلا سعيدا تم فيه إنصاف يوم الثلاثاء والنادي الأهلي إبراهيم أهلا بك باشمواندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحمد لله على السلام يا باشمواندس والله يسلمك والف سلام عليكم الحمد لله بس يأكد تكيف ما خلص على تاني بأنا باجي باجي كويس والله إنه كويس زي ما أشار المهندس عدلي التلات الأهلي حقى انتصار مهم جدا عاد للبطولة الأفريقية عاد لينقذ أسهمه مع الأميرة الأفريقية يبقى بإذن الله تعالى لتأكيد هذا التفوق في مباراة العودة في تاونشب مع تاونشب في بوتسوانا يوم 28 إن شاء الله ليواصل الأهلي زحفه بقوة نحو البطولة عادة شمواندس آه تمام طب هو 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 يوم الثلاث ده يوم حلو ليه إيه اللي حصل في يوم الثلاث اللي حصل في يوم الثلاث من قبلها بيوم ظهر البيان المسؤول العاقل للكابتن محمود الخطي ثم قتى يوم الثلاثة وهو كانت يعني في يوم مجمله كان فيه رسالة إلى الجماهير وإحنا هنا الحقيقة وجهنا رسالة كثيرة ومعظم الناس وكان فيه تخوف أن يعني يحدث شيء اندفاع غضب ولكن يأتي يوم الثلاثاء العظيم ليظهر المعدن الحقيقي لجمهور الأهلي المختلف والذي فاز به النادي الأهلي أكثر مرة لأحسن جمهور في أفريقيا كأحسن جمهور في أفريقيا يأتي على قدر المسؤولي ويكون هو بطل المشهد تشجيع بلا تجاوز بلا حتود دعم للإدارة دعم للفريق فكان مرضوده على الملعب رائعا الذي أيضا جاء يوم الثلاثاء ليقدم الجهاد الفني الجديد فريق الأهلي بتاوبه الجديد فرأينا كارتيرون يحقق كلنا كنا متخوفين قلنا المتش ده مفصالي إن ما انكسبنا حنسترد فرصنا لقدر الله كان الحمد لله أنه ما حصلش كان حنبقى خلاص الموضوع بعده فالناس شافت كارتيرون شافت تغييرات وشافت المتش مش مش متواهج أو من ناحية الفنية لكن من ناحية الفكرية والفلسفية في الملعب الناس اطمئنت على كارتيرون أيضاً لأول مرة تيجي صفقة كده ما حدش عارف عنها حاجة كوني بالي في مكان يحتاجه النالي الأهلي يقيد إفريقياً يلعب بعد عدة أيام يظهر بهذا المظهر الطيب والانسجام والعقل ويظهر أنك أنت سفقة كنت محتاجة هذا نجاح ثم وليد أزارو الناس كانت الآن جداً كانت بتقول هو وليد أزارو حيوعد غضبان بقوة حيوعد حليني على ما فيأتي وليد أزارو بمسؤولية وكأن شيئاً لم يكن بمنتال حماس ليكون نجمل مبرهي الأول ويحرز أول الأهداف ويساهم في باقي الأهداف الكثير من المكاسب الفنية بخلاف النتيجة التي وضعتك في المركز الثاني عندما فاز الترجي أيضاً على كامبالا لتوب أنت التاني ويبقى الماتش الجاي بقى حاسب بمعنى كلمة حاسب في ماتش العودة أمام تاونشيب ولكن قبل يوم أن ينتهي إلا وقد تم وضع نقاط كثيرة على الحروف فرأينا مبادرة حسمت كل الخلافات وطلقفها النادي الأهلي بعدها باستجابة علشان يعني كان فيه تهدئة ودعوة إلى تهدئة ثم المبادرة التي مش هخش في تفاصيلها إنها تعادت وثمنها النادي الأهلي ونحن من هنا نثمن أي عاقل أي عاقل يعني حتى فيه مدأ في الدنيا التقاضي ولا التراضي يعني أحيانا بالتراضي قد تتنازع عن جزء من حقك بس تاخد حقك في التوقيت المناسب ما تاخدوش مؤجل إذن كان لهذه المبادرة تدعيتها التي أصفرت أيضا عن كشف كشف حقيقي يعني هذه المبادرة ونتائجها ملاش العنوان واحد ولا عزاء للمتربصين ولا عزاء لأعداء الأهلي أولئك الذين يقططون على موائد الخلاف والذين سعوا منذ الدقيقة الأولى لأن يصل هذا الأمر إلى خلاف وإلى هذه نتائج ولكن الحمد لله بمسؤولية الكبار كل الأطراف يتجاوزوا هذا الأمر ليبقوا معنا وقد تجردوا من ورقة التوت أعداء الأهلي يا أستاذ إبراهيم اللي ظهروا على السطح وكنا نظنهم مكناش نظنهم احنا نبهنا أنهم كامنين ولكنه كالثعابين البيات الشيوتي يدفعوا ليلدغوا ويتصوروا أنهم هترجع الزمن وحيرجعوا يخترقوا الأهلي ويتوجدوا على المشهد من جديد هيهات أنتوا بتاخدوا لنتوا متصورين وبتحبوه والذي أتاح لكم الفرصة لاختراق الأهلي بتاخدوه إلى مصير يرفضوا الأهلي تماما لأن الأهلي لن يتسامح مع أحد يعبس بثوابته وبتقاليده وأصخر منها البيت اللي عمل كل يومه التاني أنت مش شاف إلا لال يا راجل ده أنت زملكاوي ما تخليك في نديك مش شاف حاجة حلوة مش شاف الزملك ده استحقق منك سطرين حلوين مش شاف فيه صفقات جميلة بتتعمل مش شاف فيه موسم يجب أن تراحي به وأنت الزملكاوي اللي قلت الله رحمك أبويا أنا كنت فينك عشان تشوفوا الزملك بيكسب الدولة والكاس فإنت مهمول أو بالأهلي وعملت أقدم له النصائح لأ مفقوسة وبلدي اللي يبعثوا لنا يقولوا لنا اللهم لشمات بنقول لهم اللهم لشمات لأن الحقيقة صلابة الأهلي في قوة وسبات تمسكه بثوابته وعايزة أقول حاجة معلش يا أستاذ بريب دي مهمة الحاجات تذكر مع بعضا الغالبية مرحبة بهذا الهدوء وهذا الاستقرار وهذا كل واحد بقى يركز عشان نشوف موسم جميل كاس العالم كان عنوانه البهجة متى نرى هذه الكرة نريد أن نراها ونريد أن نبني على نجاح تجربة عودة الجماهير من خلال مباراة تونشيب لازم بقى العداد تتضاعف عن كده ولكن مسألة أن نحن نحبس نفسنا في إطار يعني تخيل كده أستاذ إبراهيم لو جلنا نحن بقى وكان موجود بقى كل الوسائل المتاحة دي من وسائل التواصل الاجتماعي وبتاع ولقى قدامنا مختار التيتش ولقى قدامنا تاريخ عمر لطفي والرموز وطلعت حربها شواء وبعدين ثم كابتن صالح سليم وعبد العزيز الشفعي تسخيل بقى دول لو إحنا عملنا زاليومين دول وكل نفس وكل شريدة واردة نحاسبهم عليها ونبتزهم بمواقفهم وبمبادئهم هل كان هؤلاء الذين يعجبونا بالأهل الآن سيجدوا الأهل الذي أحبوه سؤال لو إحنا عملنا كده طيب إحنا شفنا الأهل الجميل ده حاولنا نحافظ عليهم وربنا سهل وكنا جزء بسيط من هذا التاريخ على مدى أربعين أو خمسين سنة كابتن حسن كابتن خطيب رموز كثيرة مش عايز أعد طيب النهاردة إحنا عملين نجلد هؤلاء بكرباج المبادئ بحق يرد به باطل لا المبادئ في مواقف لا المبادئ في كبرياء والمبادئ في صمته حتى يحصل على حقه المبادئ في أنك كرمتك يا أستاذ إبراهيم تصرفاتك وأنا بكررها مرة أخرى ما فيش حاجة تخوفنا إلا تصرفاتنا لما نتصرف بغضب أو تهور أو اندفاع أو معادم مرعاة للصالح العام كابتن خطيب قال كلام رائع قال لك مسؤوليتنا مسؤوليتنا أمام المجتمع الدولي والعربي مسؤوليتنا أمام مصالح بلدنا تخلينا أن إحنا مش كل تعرف لو كل واحد في بيته حتى مسك على الكلمة ما فيش بيتي كامبل صحيح بتجي لك لحظة تقول كلام تندم عليه وتسمع كلام ما كنت تتمناه ولكن مسؤوليتك عن بيتك والاستقرار وتحضن عليه وتعبر به الأزمات يخليك تتنازل وخلي الطرف الآخر يتنازل وخلي أولادك يعرفوا أن ساعة الجد يتكلموا إزاي معاكم كده المسؤولية هي دي أستاذ إبراهيم مش أننا قاعد أنظر عليه حق ويراد به بطل الذين اقتاطوا على الخلاف معروفه طيار سابق لحد دولاتي مش ميصدق أنه بعد عن مشهد ولا عودة له لأنه اعتمد في ركيزة العودة على أنه يزرع لنا أعداء الأهلي داخل المدى الأهلي ودي غير مقبول هو محدش هيقبال حتى لو النظام الحالي مش عجبهم الناس هتدور عن نظام جديد ولكن النظام الحالي يوسبت جداراته واخد بالك النقطة اللي عايز أقولها يا أولادنا خليكوا جنب الأهلي شفتوا لما وقفتوا جنب الأهلي شفتوا إيه اللي حصل يوم التاليات ده أصفر عن شيء رائع جدا أستاذ الرحيم هذه اللحمة القوية التي ما راهن عليها الأهلي يوما وخزله جمهوره الأهلي وقياداته لحمة واحدة في هدف واحد مصلحة النادي الأهلي وبما يحافظ على مصالح الأوطان أنا خلصت الكلام اللي عايز تقول حك عايز أقول لك نص البيانة اللي صادر عن النادي الأهلي يود مجلس إدارة النادي الأهلي أن يوضح ما يليه النادي الأهلي يتحرك كعهده دائما في إطار مسؤولياته المجتمعية والوطنية ويدرك تماما دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجمهير العربية والبعد بها عن أي فتنة قد تصيبها اثنين يثمن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركيا للشيخ في غلق صفحة الخلافات التي لم ولن يستفيد منها أي طرف ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوة القضائية بين كل الأطراف ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيا والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي تلاتة يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ وشركائه المستثمرين في تجربتهم الجديدة بنادي بيرامدز في إطار من المنافسة الشريفة لألاء قيمة الرياضة العربية بيان موزون مسؤول وزي قلت لك هذا الموقف أسقط الأقنعة وأوراق الطوت وأظهر لنا العدو من الصديق ولكن البعض استطاع بشجاعة الحقيقة يعني وده اللي أنا عايز أقوله أنه يعتذر ونحن مش هنخلش في النواية هنصدق أن هذا اعتذار راسق نابع عن قناعة إذن كل من اعتذر فلغضة ولكن باستمرار لازم نتنبه أن هناك من لا يريد الخير لهذا النادي وارتدي مسوح الرهبان ويعيش بيننا وهو هنا يكمل الخطر أصدر الرحيم طيب أيضا من أخبارنا يمكن مجلس دارة النادي الأهلي رئيس وأعضاءه بيشاطر المهندس هاني أبو ريد رئيس التحاد الكرة الأحزام في وفاة شقيقه تغمض الله الفقيد بواسع رحمته والهم أسرة الصبر والسلوان كما يعزي النادي الأهلي ومجلس إداراته وأعضائه أيضا أسرة الأساس سيف العماري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الذي وفته المنية اليوم سيف العماري واحد من رجال نادي الزمالك كان أمين المحترمين جدا صحيح تغمض الله الفقيد بواسع رحمته وألهم الأسرة الصبر والسلوان سعيد جد بس أنا عايز برضو أنوه لأن المهندس هاني كان بيعمل عملية مهندس هاني وجريت فيه عملية في القلب في باريس في فرنسا وهيرجع بكرة هيرجع علشان يبدأ ربنا يصبروا بنقدم له التعازي ونتمنى له موفور الصحة بإذن الله إن شاء الله النهاردة المباراة الودية للأهلي اتعادل فيها مع الجنة صفر صفر في ملعب مختار تيتش المباراة أقيمت بعد ظهر اليوم وفي إطار تجهيز بقية اللعبة اللي ما شاركوش في المباراة الأخيرة للأهل أمام تاونشيب كارتيرون اهتم دي بعض اللقطات اللي سبقت المباراة وفترة الأحماء اللي قبلها انتهت دفع الفرنسي باترس كارتيرون في مباراة اليوم بخمستاشر لعب في هذه المباراة شريف إكرامي وصبر رحيل ومحمد نجيب وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم ندفد وأكرم توفيق وهشام محمد وميدو جابر وإسلام محارب وأحمد حمد ومراوان محسن وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف نهاية المران شهدت مغادرة أكرم توفيق لعب الفريق المباراة بسبب الإصابة حيث لم يتمكن من استكمالها وخرج برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق التشكيل واضح زي ما قلت لحضراتك وعليه هذا تقليد محمود يريد كل مباراة يعقوب مباراة هدية لأولئك الذين لم يلعب دي مهمة جدا جدا يشعروا بأنه هما أيضا وتحافظ على الجهزية وفي نفس الوقت تجهزهم أول بقى تجهزهم وتدلهم حوافز بديلة التدريب الكتير ممل في حد ذاته فدي حاجة جميلة جدا وتقليد يجب أن يستمر بدأ الأهل المباراة شريف إكرام حارس مرمى لعب محمد هاني في اليمين وصبر حيل في الشمال ولعب محمد نجيب وأيمن أشرف سرد باكين لعب في الهفد فندرز أكرم توفيق وهشام محمد ولعب في سلاسة الهجوم المتأخر وراء رأس الحربة لعب محمد شريف وأحمد حمدي وأسلام محارب وكان رأس الحربة مروان محسن في الشوت الثاني لعب كريم ندفد وميدو جابر وناصر ماهر وصلاح محسن أكرم توفيق اللي خرج مصاب الدكتور خالد محمود قال إن الإصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم هيحتاج يمكن لفحص طبي بكرة تاني علشان يطمن على درجة الكدمة بالزبط ده استعدادا للصفر يوم الثلاث القادم إن شاء الله إلى بتسوان عشان أداء مباراة الأهلي واتاونشيب مباراة العودة أو مباراة الجولة الرابعة إن شاء الله البعث ستكون برئاسة للأستاذ خالد الدرندلي أمين السندوق أيضا من أخبارنا الأهلي بيرفض المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للأندية المقرر إقامتها في قطر والقرار جاي بسبب الموقف السياسي الوطني لمصر تجاه قطر وما تفعله البطولة في شهر أكتوبر اللي جاي إن شاء الله وهذا قرار يتسق مع مواقف النادي الوطنية الثابتة بس في نقطة مهمة لازم الناس تفهمها لأنه برضو في ناس عملت نظر الآهلي ما كانش هو المؤهل الزمالي كان مؤهل بصفته بطل السوبر المصري لكاس العالم الأندية واعتذر الزمالك لم يتحدث أحد السوبر الأفريقية لم يتحدث أحد واعتذر الأهلي فتحدث الجميع قضى ركوة يا أهلي ولكن الزمالك صح والأهلي صح طب فيه سؤال منطقي يعني برضو من أسانية السوشيال ميديا المنطقية طب ماذا لو منتخب مصر إن شاء الله ده سؤال منطقي في 22 تأهل كاس العالم ما يجي 22 أنت عايز الأمور تستاني زمال حد 22 يا راجل أولا هو أنت عارف كاس العالم هيتعمل في 22 فين نمرة بس نتأهل واعتقد أمور كتير حتى تتصلح قبليه يعني حيجي يوم نتلت على المشاركة في كاس العالم ما وصلتش ما هو الموقف الهندبول كان السنة اللي فاتت نفس الحكاية نفس الشيء اللي اعتذر وكان البطل والزمالك اعتذر لما اختير كذلك فالمقاعد بتتبدل والموقف سيئ واصلي ده منطقي ما أنت لازم تتسخ مع نفسك أنت دولة بتعاديك وبتصدر لك الإرهاب هتروح تلعب عندها وتدعم بطولاتها لا؟ طيب من أخبار الكرة كابتن محمد يوسف بيوضح حكاية القائمة الأفريقية وما تشهده من لغة أكد محمد يوسف المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة باترس كارتيرون لم يحدد الإسمين الأخيرين في قائمة الأهل الأفريقية حتى الآن وقال يوسف أن حسم المكانين الشغيرين هيتم وفقا لوجهة نظر المدير الفني فيما يتعلق بتحديد من سيتم قائده وقال يوسف أن باب القيد الأفريقي لا يزال ممتد حتى يوم 4 أغسطس القادم مسألة قيد لعب أو 2 قبل مباراة تونجيب تعود لوجهة نظر كارتيرون وذلك مثلما حدث مع المالي السليف كوليبالي قبل المباراة الأخيرة الأهل بعد فوزه في المباراة الأخيرة قفز للمركز الثاني خلف التراجي المتصدر المنطق يقول أنه الفريقين العربيين ممكن جدا مؤهلين للتأهل معا لكن ده يحتاج للأهل أو يحتاج من الأهل في بيت سوانا للسوز يفوز المتش الجاي علشان الجولة اللي بعديها حيسافر للتراجي في توليس يبقى فيه أريحية ومطالقة ثم يختتم في القاهرة مع كامبالا سيتي شوف ليه تعقيب طبعا على فكرة أن أنا عندي الحد يوم 4 أغسطس يعني عندي أكتر من أسبوعين أن أنا أفكر أحطي مين وعدم التصرح هنا مهم ليه؟ لأن قد تضع لاعب أو يصاب لك لاعب فتلاقي نفسك تفكيرك تغير في اللي حيقاية فيه أكتر من لاعب يستحق الضم وهو مبسوط من أكتر من لاعب لكن في نفس الوقت يتمهل يشوف الأمور حسبات المراكز بقى يعني أنت الظروف هتدفعك إلى اختيار مين وليس من يقيد أفضل مما لن يقيد لأن حيبقى الظرف هو اللي بيستدعي قيد ده أو قيد ده وده حاجة حلوة لأنه يطمئنك ده الأهل بقى عنده خيارات كتير يقدر يقيد ويقدر يعمل ويقدر يخوض والحمد لله المستقبل بإذن الله لأن كل اللعيبة اللي هي تستحق القيد سنها حلوة أو تحت السن فده يطمئنك على أن النادي الأهلي مش هيتعرض أنه يبقى تحت ضغط التجديد والمراحل السنية وتقدر تجيب ولا مش هتقدر تجيب لعيبة ما هنش عارفين الدنيا وأسعارها هتروح لحد فين؟ هل هيتدخل اتحاد الكرة كما فعل الاتحاد السعودي وأحسنة أن فعل هذا؟ يجب أن نختبس التجارة بالطيبة نحن نحدد سقف للرواتب وسقف للانتقالات يريد يحدث هذا أنا الأوان أنا الأوان أن كل شيء يرجع لسياقه وإلا يعني أنت تؤيد تحديد عدد اللعيبة المسموح بانتقالهم لكل نادي؟ ما تهمنيش قوي دي دي ما تهمنيش لأن الحقيقة دي بتقضع برضه الفلسفة النادي وهو حيبقى يدر نفسه يفيد نفسه لكن يهمني قوي أن اللعيبة فيه سقف إدي الحاجة تمنها طيب هتسيطر عليها زي ما فيه أنديها هتدفع من بره العقود لا 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 ما فيش حاجة اسمها كده فيش حيدفع من ميزانيته ولا من المحبين ولا هتوبقى إزاي؟ من المحبين طب والنادي اللي خدت هيسجل في ميزانيته ولا هيعمل ولا هيعطاه في الدرج لا ما الرقابة إيه والشفافية إيه أستاذ إبراهيم؟ ما نعودش نتخوف من التحايل على اللوايح حط اللوايح ورقيبها في صرامة واللي يغلط يا أخي منتع العنف كان فيه لحظة ما في اللوايح المصرية أنك ممكن تخسم ثلاثة بنت تخسم ثلاثة بنت بتوصل للدرجة دي من فريق تخيل أن إنت لو بتطبق هذه اللوايح جمهورك حيلتزم ولا مش حيلتزم لأن العقوبة هنا آه هتقول النادي لا جمهورها هيدفعها بشكل مباشر أنا أرجو أن إحنا مرة واحدة نظهر الوجه الحازم الذي فيه إرادة لإحقاق الحق وصالح الكرة المصرية خلينا نتطور ونلحق العالم الأهل يتمسك باللعب ليه؟ لأنه يراه قيمة مصر يعني الأهل اللي تلقى عرض للشراء يعرض جاية مش عادي واحدة طبعا آه في مصر ألا برا مصر؟ برا مصر برا مصر بس هو المشكلة اللي في مصر هو مش عايز يلعب في مصر آم يعني آآ وهو ده حق آم لكن لو برا مصر لأ آآ بكر آآ لعب وعد جداً وعنده إمكانات وسرعات وحاجة حلو قوي الزرف خلانا احتاجنا للاعب آآآ الوسط المدافعة طيب خلينا أقولك على الكلام عن موقف باكاو وإنه في حد بيلعب في ودانه وفي حد عايز يخلق منه أزمة ومشكلة والصحيفة تتحدث عن وكيل اللاعب وهو محمد جمال العاصي اللي كان وكيل أو كان أنشط الوكالات في التعامل مع لعب النادي الاهلي ومع النادي الاهلي هو الأربعة جانب هو الوكيل بتاعه الأربعة آآ يعني هو حتى في التعامل في أزاره كان هو اللي موجود آآ كان يعني بيقول لي شوف بيقولوا عليا قلت له اسمع أدائك ولا حيحكم عليك آآ يتقال عليا يتقال عليك مش دي النقطة إنما كيف تنتهي الأمور وهل الأهلي استفاد منها وكان كل شيء على مرام ومنطقي ولا في شيء آآ مبالغ فيه وشيء مش مزبوط فالأداء مسألة بقى أن أنا أوجه له الاتهام هما طبعا آآ مسألة أن أنت آآ خلاص هو وكيل باكا آآ يبقى أنت هتتعامل معاه هذا لما نص من هذا بس هو كمان وهو بيدور على مصلحة باكا يحط في خياله كده اللي قد خلقه من مصلحة باكا كان يخرج عارة ما يخرجش ما يخرجش بيع نهائي وإذا كان هيخرج عارة بنيت البيع يبقى شيء لائق شوف أنت جبته بكام وتطور إزاي وعايش تعمل معاه إيه فلا بأس أن يكون العاصي أو غير العاصي يعني لكن العبرة بالأداء الذي ينتهي إلى صالح اللاعب والنادي لكن دينا عقلك باكا لشان أقولك أنه نفس الصحيفة وهي بتتكلم على أزمة باكا وإزاي الرجل اللي عايز يمشي ببلاش أنه يتم جاء على مجلس الإدارة يعقد جلسة مع الجهاز الفني للبحث عن مخرج للأزمة إما بإجبار اللاعب على الإعارة أو بإيجاد حل إيجابي لإعارة سليف كلبالي لأحد الأندية المصرية حتى ينار يعني كلبالي لسه متسجل في أفريقيا ولسه مشارك في المباراة الأخيرة بدأ ناصر الشابة جدا أعتقد الكابتن علاء ميهوب ولجنته لها دور كبير مؤكد لا لا مش في دول بس لا هو اللجنة دي فيها مين في علاء ميهوب محترام بالألفاظ الرجل محدش يقدر تكلم لا على كفاءته ولا على قدراته ولا على عينه وعلى خلاصه كابتن شام حنفي كابتن حمضة برادي الكابتن ناجي خليل تحت قيادة الكابتن علاء ميهوب وأنا من أول ما جيت كمستشار للتصويق التعقدات مكابتن طلب مني أضع تصور للإدارة قلتني هزا هزا هدي المجموعة عشان ما نشتغلش كجزر منعجلة يجب أن تبقى يعني ليه علاقة لصيقة جدا ومباشرة جدا بالتعقدات عشان أولا هي بتشتغل ازاي؟ هي كل ما إذا جالنا حد أو هم لقوا حد من خلال الكشفين أو الوكلاء وخصوصا من صغار السن أو كبار السن حد بيتابعوه تابعوه ميدانيا تابعوه تاريخيا شوف تاريخه إصاباته مشاركاته سلوكه تصرفاته الناس بتقول عليه في المحيط بتاعه إيه؟ يبتدوا رشحوه فيبتدي إذا كان تحت السن بيروحوا للمدرب المختص بتاعه يقول له فلان فلان ده تابعوه إحنا بنقول عليه إنه واعد يبتدي يتابع معاه إذا اتفقت الرؤى بتاعت المدرب مع رؤى اللجنة بيبعثوا جواب لكابتن عبدالعزيز مدير القطاع أو المدير الرياضي الذي بيدوره هو وعده في لجنة الكرة يبتدي ينقش الأمر ويده القرار لإدارة التعقدات المسألة مشى كويس وحطنا لها سنة اللي فاتت فلسفة ادعم من تحت ادعم من تحت بلاعيبة تقدر توصل للدرجة الأولى فجيه فخري وجيه الجزار وجيه السنة اللي فاتت جيه كذا حد يعني مش قادر أحصل دلوقتي والسنة دي جيه عمار وجيه البدري وأكتر من لعب وجيه حسون في البكرايد ده لعب كويس جدا فلازم لازم الناس تاخد حقيقة الحقيقة اللجنة بتشتغل منطل اجتهاد ومنطل اخلاص وعلى فكرة اللجنة دي في يوم من ما جابت لينا حسين الشحاد حسين الشحاد أما ليه من الثلاث سنين وقابليها ما كانتش اللجنة دي موجودة جيه أحمد الشيه فأنا الاوان ان احنا نشتغل بالقليل اللي انا بقولك عليه عشان ما تصربش منك لعيبة تندم عليها وترجع تدور عليها يا تجيبها يا ما تجيبهاش ويوم ما تجيبها تجيبها بكام ده حقيق تعالوا مخلي الحلم حقيقة تعالوا ازاي بعد الفصل موسيقى 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 الناس بتتكلم على مستوى الأداء لازم أن نحط في اعتبارنا أنه دي المباراة الأولى في الموسم الجديد فبالتالي الشيء الطبيعي أنه درجة الجهازية البدنية الشيء الطبيعي أنه درجة التجانس الشيء الطبيعي أنه درجة استيعاب اللعيبة للمهام التكتكية والليه فكر المدرب الفرنسي اللي بيقود الأهلي في أول تجربة ليه مع الفريق كل دي لازم أن تتحط في الاعتبار عند تقييم مستوى الأداء لكن كمان على المستوى النتيجة الوضع الأهلي فاز بثلاث نقاط قفز للمركز الثاني أنقذ أسهمه في هذه المجموعة التراجي التونسي كان متأخر 2-0 في ملعبه قدام كامبالا سيتي الأوغندي قدر يعود الحياة بقوة وبخبرة عشان يكسب 3-2 فأصبح التراجي في صدارة المجموعة ثم الأهلي التاني نتيجة التراجي وأنه يتأخر في ملعبه 2-0 كونه عمل كامباك مش مضمونة كل مرة لكن دليل أن كامبالا ده فريق مش هين يعني تخسرت 8-2 هناك وتقدم على تراجي ملعبه 2-0 ولو أنه كان يمتلك من الخبرات مش سهل أنك تبقى فريق يعود الهدفين فالبطولة صعبة والمجموعة صعبة ولكن الأهلي أدها بإذن الله الأهلي أدها بس عشان ده يتحقق ونتكلم على أرض الواقع دايما وأبدا المقولة المنطقية بتقول أنه أهم مباراة وأصعب مباراة هي أقرب مباراة آه طبعا فلازم نتعامل باحترافية شديدة مع هذه البطولة دلوقتي أهم مباراة وأصعب مباراة مباراة الأهلي مع تاون شب في بيت سوانا ليه؟ الأهلي علشان يعزز فرصه في التأهل لازم يتخلص من هذا الفريق لأنه أحد المنفسين طيب علشان الأهلي يكسب في هذه المباراة لابد أنه يكون التركيز على المكسب ده الهدف الطبيعي وأنا أعتقد واحدة من المزايا النوعية المهمة للجهاز الفني أنه كارتيرون الفرنسي عنده خبرات أفريقية كافية قد مزم من ثلاث سنوات للفوز بالبطولة راح به بطولة العالم عنده خبرة درب منتخب مالي فعنده خبرة كافية جدا في البطولة الأفريقية وفي التعامل مع الدول الأفريقية فالمسألة الجهاز الفني مؤكد في حالة تركيز اللعيبة مطلوب يكونوا في نفس التركيز على نفس الهدف إحنا محتاجين نكسب في بيت سوانا لما نكسب في بيت سوانا نبدأ نتكلم على الترجي في تونس ونبدأ نتكلم على الختام في المجموعة واحدة بواحدة بهذا التركيز ساعتها نتكلم على التأهل ونشوف الفرص نشوف في هذا التقرير الصوتي عن فوز الأهل الأفريقي وكيف يسهم في تحقيق القبض على الأميرة هود الأهل تجده دائما في المعاد في الظروف الصعبة تظهر المعادل النفيسة لاعب الأهل عبر زمان وفي كل مكان يملكون شهادة الأمان وفعلا كان أمس الأول الثلاثاء يوما من هذه الأيام الأهل يدخل في أول مباراة في الموسم الجديد أمام تاونشيب البوتسواني ليس لديه سوى نقطة وحيدة من مبارتين الأهل في المركز الرابع للمجموعة الأهل لديه جهاز فني جديد بقيادة الفرنسي كارتيرون الأهل لديه مدافع يلعب لأول مرة بعد أيام من تعاقده هو المالي كوليبالي المنافس سبق له الفوز على المريخ السوداني وينجا أفريكانز التنزاني وكامبالا سيتي الأوغندي الكل ينتظر المباراة البعض يراقب ليشمت وأخرون ينتظرون زيادة المصعوبة ها هو الأهل يقهر الظروف والمنافس بثلاثية يتألق المغربي أزارو والتونسي معلول ويسجل كل منهما هدف مهم يدخل إسلام محارب ليسجل الهدف الثالث يتألق كوليبالي في أول مباراة شهادة نجاح جديدة للشناوي في المرمى وسعد سمير في الدفاع الخبرة رائعة لفتح وعشور الجهد المضاعف للسولية تغييرات مهمة ورائعة لكارتيرون لا يزال وليد سليمان ومؤمن زكريا يملكان الكثير لما هو آت كسب الأهل الجولة وحق المهم يتبقى الأهم كسب الأهل الثقة لاعبين ومسؤولين وجمهور الأهل صعد للمركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الترجي أمامه توونشيب والترجي وكمبالا سيتي في الدور الثاني للمجموعة يضمن المركز الثاني لو فاز مرتين وتعادل مرة يصعد للصدارة لو فاز في كل المباريات هو دا الأهل كما ننتظره ونحلم به زي ما قلنا هي واحدة واحدة المطش دا كان محوري ومفصلي والفوز بيه أو فيه كان حتمية إذا كنا عايزين نستمر ونستعيد الأرض التي اهتزت تحت أخدمنا كسبنا المباراة دي أستاذ إبراهيم وكسبناها بشكل معقول وبمكاسب كثيرة في الملعب زي ما قلنا في البداية وتعرفنا على فكر المدرب وتعرفنا على عينه في اختيار اللاعبين وتوظيفهم وأيضا شفنا تقلق أذاره تقلق إسلام محارب تقلق عناصر كثيرة مش عايز أعود أحصر لكن اللي يعنيني هنا طيب هل سنجد تونتشيب بهذا الأداء ونجد الأهل بهذا التفوق هناك إيه رأيك شوف فرصة الأهل هناك أسهل من هنا يا راجل أه أنت بتعود كؤت غزني بالكلام لا هو بشرط أن أنت تحافظ على إسرارك على إسرارك وجديةك صح والجدية واللعب الهجومي أنت لو أولا تونشيب في ملعبه مش هيقفل القفلة اللي كان قفلها هنا قبل ما يتسجل الهدف الأول أنت تلاحظ أنه بعد الهدف الثاني الظروف في تلت ملعبه الأخير بقت أوضح وأسهل لأنه خلاص الرجل يعني هيبدأ يهاجم ويبدأ يحاول لعب الحاجة ده اللي هيسعاله من هناك عشان كده من البداية توقع أنه هيهاجم وحيبقى هدفه أنه هو يكسب في وسط جمهوره لو أنت بغدته بشجاعة وبجرأة أنت اللي بتهاجمه هتربكه تماماً أنت خبرات لعيبتك أعلى دوافعك في المباراة أقوى خبرة المدير الفن بتاعك أعلى هو المفروض الدوافع متساوية أنت أربع هو ثلاثة وعلى ملعبه ماشي بس أنت حتى هما بيتكلموا بيتكلموا أنه ده فريق بطل فريق ليه قيمته ده 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 فأنت ليك هبتك؟ المدرب يتكلم أتمنى صعود الأهلي آآ آآ مدرب صربي لكنه يعني عارف كل حاجة وملم بطبيعة الخريطة العافية أيا كان لكنك أنت المفترض تحافظ على النجاعة الهجومية بتاعتك في الضغط عليك يا رب اللعي بقى تبقى فهم هذا واعتقد انه هما بيقدر يفهموا ده ويعملوا من أجل هذا لأنه أنا متوقع الجاذي الفني حيعمل دوره لكن اللي بترجم كل شيء في الملعب هو اللاعبه طيب زائد زائد بقى أتمنى حاجة ما هو ما جالش سيرة التحكيم في الماتش ده خالص آآ خالص ده معناه أن التحكيم كان ثلث آآ حاكم جزائري فبالتالي ثلث آآ لو هذا هو التحكيم الذي سوف تتعرض له آآ ما بقلقش أوه آآ ما بقلقش أوه آآ يمكن مسألة الشطب المرتشي يا رب يا رب يكون جيد خلت الكل خاف آآ يا رب آآ إن شاء الله برضو اتردد كلام في الفترة اللي فاتت إنه الجهاز الفني محمد يوسف وكارترون قدموا آآ مشروع لايحة مالية لتحفيز اللعيبة في البطولة وإنه لجنة الكورة أو المجلس رفضها زي ما قالت بعض الصحاب لا الجهاز قدم وبالتالي اللي اللجنة اعترضت ولا رفعت حاجة المجلس اللي داره ده على الفكر ده أنت هواجه الإدارة أنها تعظم الحوافز الحوافز بالعكس يعني وخلي بالك هو أنت لما تعرض عليها حاجة وأطلب منك بعض التعديلات ما ترفضت الألفاظ مقصود بيها والله أستاذ إبراهيم طيار ماشي بقى لنا عشر سنين هو خلاص بقى مدرسة التعليل الصوتي قال البعض يراقب ليشمت للدرجة دي بقولك فيه رسالة تيجي تقولك يشرب والله هم لشمات الله 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 من زملاء كنا نظرناهم زملاء لكن هم كارهين للأهل وبعدين استطاعوا أن يتسللوا داخل النادي الأهل طيب واتحرموا دلوقتي لما تكشفوا من هذا التوغل التوغل الذي كاد أن يحقق مقربهم ثم لقوا الناس عمالة تتكلم على المبادئ والقيم وده بيجننهم ده بيجننهم صدقني والله ما بيتجننهم غيرا كل ما يكتشفوا الهوة والمسافة في هذه النقطة بإزاي الأهل له تقاليده والأسر العريقة كده تقاليد وقيمه حيجي يقولك انت عملت انت سويت بلاش والنبي ده كلام خايم ها لأن تمر الأيام وتمر الأحداث ويتأكد أن الأهل لا بيتمثل بسوابته لأنه حتى حتى وهو يتعرض لكل هذا اللجوم ما نخي شؤال طبا ماشيها بقى لا يعني هو هو انت بتهجمني وأنا تحدث هنا عن فئات محددة أولئك الذين ظنوا أنهم قد امتلكوا الأهل ففقدوه في لحظة في لحظة في لحظة مش متخلهم بيعدوا عن نادي الأهل أصدقاء يبعثوا يقولوا لك حنرجع وحنضيع وحنسوي وبمجرد محسن المشكلة تجدهم يتنوبوا الظهور على وسائل الإعلام والفضائيات يهجموا الأهل ويهجموا الكابت القطيب ويهجموا السياسات بتاعتنادي الأهل تمروا الأيام ويكتشفوا أن الدنيا ماشية لا إزاي تمشي فهو التقريب سوف يقولك يا ترقب هو كرهانه التاني إيه بقى إن جمهور يعمل ألق في المدرجات ما عملش ألق يا دي الخيبة طب النتيجة ما تطلعش حلوة طلعت حلوة يا دي النصيبة ها طب هنعمل إيه يبقى الماتش الجاي يبقى يكتاب للرشدة زي حافظ على كرامة الأهل يا رجل يا رجل عوثاك والنبي عشان خاطره خليك في نا افرح بناديج شوية ناديج بيعمل حاجة حلوة وبيدعم صفوفه وبيحقق ميزانية هيلة طب ما تفرح بيه شوية وتسيبك مننا شوية ولا هي البنديرة لسه فيها ما هديش تيمة يعني بالكوين بتغزل بتاعي ينزلك دقايق أو صفحات واخد بالك طب خلينا نشوف إيه اللي حيحصل ولذلك كده كلمة التراقب اه اه لا فيه تراقب طبعا والماتش الجاي إذا مفوسش هقولك شوفته بقى وعمالنا بقى مش هم اللي قالك الخطيب سبب انهيار الكورة في النادي الأهلي مش قال كده طيب صحف في تقييمها أو نظرتها لفوز الأهلي مجالة الأهلي في عددها بسلاسية أنقذنا الأميرة الأفريقية الأهلي يهزم تاونشيب ويصحح المسار الخطيب يؤكد جمهور الأهلي حماه والمبادئ قبل البطولات وأزاروا نجم المباراة جملة رائعة من الكابت الخطيب اه المبادئ قبل البطولات طبعا طول عمرها لان هي المبادئ اللي هتجيب البطولات طول عمرك إذا انت حطيت ضغط النتيجة أمام إقرار المبدأ بتختار المبدأ فتتعقق النتيجة بالضبط صفقات قوية ونوعية للأهلي عمر والبدري والرهان على المستقبل يا رب يا رب يكونوا عند حسن الظن والكرة في ملعبهم بس اللي اتنين عندهم سمات شخصية محترمة وأتمنى بإذن الله أنهم يكونوا الإضافة التي نتمنى على فكرة أنا لازم أشكر آآ دكتور عمر عبد الحق لأنه الحقيقة الراجل من ساعة ما كلمناه رئيس نادي النصر آآ طبعا رئيس نادي النصر وهو اللي كان بيلعب له بكابتر الخطيب اه احترابه لكابتر الخطيب قال يعني الأهلي وكابتر الخطيب بيقوا بعزين مني حد وتظنوا أننا مش وكان ممكن يحقق ربما أموال أكتر آآ آآ بس هي الأموال بتبقى إزاي أستاذ إبراهيم في اللحظة دي ممكن أموال أكتر لكن على المدى البعيد ممكن نكسب أكتر فإحنا يعني تفهمنا معاه وقتنا لما كلمناه ناخده معك بالنظام المشاركة يعني ديك مبلغ معقول دلوقتي وكل ما حقق خطوة ونجاح تاخد فلوس وتبقى شريكي في اللعن وهذا ما حدث والبدري كده على فكرة يعني بدري آآ آآ تلاتة مليون مليون ونص دلوقتي والباقي مصطف البدري لعب أصوات وأنا قلت إيه مصطف البدري مصطف البدري وكل ما يحقق نجاح حياخد فلوس هكذا هي الأمور لما بتلاقي عند دي مجالس إقدارات تعالي هذا القدر من الاحترام للنادي الأهلي والثقة فيه بتبقى الأمور سهلة شفت أنت المداخلة بتاعت آآ آآ رساس تامير بونتو عدو مجلس إدارة أسوان آآ وتقديره أنا سمعت وأنا قاعد بتابعك في الحلقة الجميلة اللي جبت فيها آآ الرجل آآ الرصين الرصين والأهلاوي التقيل قوي حامد عز الدين آآ آآ فطبعا حاجة حلوة أنك تشوف أندية كده نفس الشيء دكتور عمر عبد الحاق ومعرف شو كان قال لي يعني عايز أخش أقول إزاي أنا مقدر نادي الأهلي أرجون يتمكن من هذا لكن بمجرد ما تفهمنا معه الليلة مشت آآ في هذا السياق والحقيقة التقدير الكامل مننا لناديين الكبيرين أسوار من الناصر والرئاساتهم وقياداتهم الأهرام بعد الفوز قال أخيرا الجولة الثالثة تبتسم لبطل مصر الأهلي يعبر تونشيب بسلسية نظيفة في دور الأبطال الأفريقي ويكتاز عنق الزجاجة الأحمر يقفز للمركز الثاني بعد فوز التراجد التونسي والتون فريق مجداهد والخبرة حسمت اللقاء الأخبار الأهلي ينعش أماله الأفريقية بسلسية في شباك تونشيب أداء بطيء في الشوط الأول وأزاره ينقذ كارتيرون من صدمة البداية الأخبار المسائي كان عنوانها الأهل الفرنساوي ناوي كارتيرون يعني فاز على بطل بتسوانا بسلسية في دور الأبطال والترجي يتصدر المجموعة الأهرام المسائية الأهل المحارب هذا متون شب الوديع بسلسية أزاره ومعلول وإسلام كارتيرون امتياز في أول اختبار بدور الأبطال حط تقييمهم لكارتيرون وده اللي بقولك من ضمن الحاجات الناس كلها كانت متعطشة شوف كارتيرون ها يعمل هكذا الأهرام المسائي رأته كارتيرون امتياز مش هنتعجل بس يعني إنما يعني نفتكر يشيع الطمأنينة يعني المساء قالت في دور الأبطال الأفريقي الأهل رجع يا رجالة كارتيرون هاجم طوال الوقت واستحق الفوز على تاون بالثلسية والموقع الرسمي للنادي نقل عن كارتيرون كلام الأهل عاد إلى الحياة بعد ثلسية تاونشيب وقال الموقع إن كارتيرون أوضح أن الأهل عاد اليوم للحياة بعد تحقيق هذا الفوز وشدد على إنه محظوظ بتولي مسؤولية قيادة الأهل وسط هؤلاء اللاعبين مؤكدا أن الفريق يمتلك مجموعة متجانسة وعلى أعلى مستوى وقال إن صلاح محسن من هاجم الفريق ضمن المجموعة الجاهزة وفرصته قادمة هو وغيره من اللاعبين المسجلين في القائمة وأشار كارتيرون إلى أن أيمن أشرف يشارك كثيرا في مركز الزهير الأيسر ويجويد اللعب في أكثر من مركز هذا أمر جيد حيث يتيح للجهاز الفني الفرصة لاستخدامه في أكثر من مركز هو الرجل بزكاء هنا بيرد على شات راغي كده هاولوا يزرعوه كأشواك لما وضعوا أن أيمن أشرف أشرف مستاء وغطبان وعايز مش عارف يمشي على طول عايز يمشي زي بكل اللعبة دي قاعدة في محطة مصر ها؟ يعني يعني اللي عايز يمشي يمشي لكن مفيش حاجة من دي وهو أشار بزكاء إلى قدرات أيمن أشرف وتنوع آآ قدراته وأنه هو حيبقاله دور جميل جدا وكل لعبة الأهلي لازم تفهم دي كل لعبة الأهلي لازم تفهم مفيش حاجة اسمها لعب أساسي ولعب بديل كلهم أساسيين طبعا كان كلامه عن سديف كلبالي المدافع الجديد في أول ظهور ليه كان كلام مهم في المؤتمر صحفي قال كارتيرون أنه كلبالي نجح في أول تجربة رسمية مع الأهلي وأنه مدافع جيد وقال أنا بأعلم قدراته جيدا سبق أنه تولد تدريبه مع منتخب مالي وأيضا مع مازمبي الكنغولي شارك في آخر عشر مباريات مع فريقه السابق ومن ثم كان جاهزا من الناحية البدنية والناحية الفنية وده اللي ظهر من خلال المباراة كبتل محمد يوسف الملمح ده طريقة الكلام على كلبالي توريلك أنه الراجل ده مختارش بشكل اعتباطي ده عنده ثقة فيه مش ثقة هو اختاره عارفه كويس عارفه كويس وعارف أنه هي دي الموصفات اللي محتاجة في الحتة دي آآ ومتابع أكتر أنه لعب آخر عشر ماتشات فمش حيجيله جاهز عشان كده القرار هو نسجله على طول يعني المسألة كلها مدروسة وحجم التخدير الذي يظهره كارتيرون والفرحة بتدريب الأهلي بتوريلك أنه هو ده المناخ اللي يؤدي إليه بإذن الله نجاح عندما يتبادل النادي والمدرب واللعبون هذا المناخ النجاح جاي بإذن الله إن شاء الله ركبت محمد يوسف بقى المدرب العام قال وجه الشكر للعيبة بعد الفوز على توان شيب وقال إنه هذا الفوز خطوة مهمة للغاية لتصحيح مسار الفريق في منافسات المجموعة خاصة إنه الثلاث نقاط دفعت للقفز للمركز الثاني بعد ما كان الأهلي في المركز الأخير وأوضح يوسف إنه اللعيبة دايماً وأبداً في النادي الأهلي باستمرار هي على المسئولية أدموا مباراة جيدة في بداية الموسم لازم أن نخط في اعتبارنا ده وأكد إن الفريق حقق العديد من المكاسب من هذه المباراة ذكر المدرب العام إنه الجهاز الفني نجح في التعامل مع الظروف اللي تسلم فيها المهمة بداية من خوض فترة الإعداد الأولى بدون اللعيبة الدوليين اللي كانوا موجودين مع المنتخب وتأخر انضمامهم للمعسكر في كرواتيا أيضاً افتقاد الفريق جهود مروان محسن حيث اكتملت الصفوف تماماً للمرة الأولى في أول مرام في القاهرة بعد العودة من كرواتيا لانضمام سليف كوليبالي ومروان محسن متأخرين وعشر يوسف إلى إنه اللي جاي بإذن الله للفريق هيكون أحسن في ظل رغبة الجميع في مواصلة مشوار أفريقيا بنجاح لتحقيق اللقب والتأهل لمنديال الأندية وده كلام مهم جداً الحقيقة الجو بتاع الفريق مناخ أي فريق جماعة هو ده اللي بيحقق المكاسب الهدوء العدل الاقتناع بفكر المدير الفني كمان إنه المدير الفني ما عندوش توجهات ضد أحد من اللعيبة دايماً عايز يختار الأفضل دايماً عايز يختار الأجهز وعنده عدالة في التعامل مع الكل ده مناخ يحقق بطولة وده المناخ اللي يساعد على النجاح بشمهندس بالإضافة إلى السعي الجد والالتزام يبقى بيننا بفرص النجاح كبيرة لكن ما هو أنت ممكن تعمل كل حاجة وعنده كل مقاومات لكن التوفيق مهم جداً أنت داخل على موسم فيه متغيرات جمدة جداً 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 فيه أندية دعمت نفسها كواس قوي فيه نادي جديد يمتلك إمكانات قوية جداً حيبقى غامض هذا الغموض وانتش عارف حيبقى يوصلك المفاجأة بتاعته توصلك لحد فين إذن الدوري الموسم القادم حيكون دوري صعب ولكن الأهلي بإذن الله يحافظ على حظوظه بإذن الله إن شاء الله طيب شي طبيعي إنه سواء كارتيرون أو محمد يوسف يكونوا سعداء بالأهلي شي طبيعي يكونوا سعداء بالفوز شي طبيعي نشيده بأداء اللعيبة الراجل الصربي مدرب تاونشيب شاف ده إزاي هو لعب ضد الأهلي وهيلعب كمان يوم 28 ضد الأهلي عشان كده كلامه مهم الصربي نيكولا كفازوفيتش المدير الفني لتاونشيب قدم التهناء للأهلي بالفوز وقال إن المباراة قال إنه خسرنا أمام فريق كبير وكل التوفيق للأهلي قال المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي أريد أن أهني الأهلي على انتصاره الأول في هذه المجموعة أتمنى له الاستمرار في المنافسة فيما يتعلق بنا كتاونشيب الهزيمة 3 صفر صعبة رغم قوة الأهلي لكن أنا فخور بلعبتي وقال إنه الآن نعرف كيف يلعب الأهلي قبل المباراة لم يكن لدينا فيديوهات كافية عن مباراة للأهلي علشان نحضر له لكن خلاص لعبنا ضده اعرفنا اللي فيها فجاه زله في هذه التحديات خاصة في ظل هذه السفقات الكثيرة يا أستاذ أبراهيم التي أبرمها فريق بيرامدس ما زي تم شراءه من قبل مستثمرين زي ما قال باترس هو ده النقطة هو يرى بيرامدس فريق غامض جاب لعيبة مهمة وعلى فكرة اللعيبة اللي جابها من مصر حنقدر نقيم هو جاب إيه لكن عنده أربع أجانب أنت متعرفش حاجة عنه وأنا أعتقد أن المفاجئة هتبقى فيه ضمن الأربع الأجانب دول يعني القوة الحقيقية والنقلة الحقيقية لهذا الفريق والثقل الحقيقي لهذا الفريق قد يكون في الأربع أجانب دول هل هم بقى على المستوى اللي يخلي ما هو أربع أجانب يعني إيه أربعين في المئة من الفريق أي أو خمسة وتلاتين في المئة من الفريق صح لم يكونوا أساسيين خلاص وخصوصا هتلعب بيهو آه فأه يعني أنا شايف أنه هو يقولي الكلام ده آه كويس آه ولكنه هو أشار في الآخر دعني أكمل الحتة دي آه أنه يعني موضوع حسين الشحات شغله شوي شغله شوي آه يعني زي ما يكون يعني شغله هو الوحدة؟ لا هو شغل شغل كمان الإعلام أكتر منه يعني مش عارف أنا مش متأكد منه إن عموري عموري الأصلي بقى النسخة الأصلية الإماراتي راح أهلي جدا ودي مفاجأة بالنسبة لي أي لعيب يضيف وخصوصا لما بتتكلم على واحدة عنده قلب الراجل دعان عشان ما بقاش بس كارترون هو المشغول بس بحسين الشحات المصر اليوم بتقول الأهلي يرصد مليوني دولار لحسم صفقة الشحات المصر اليوم أهي قالت عايز أقولك العوف ده الأسبوع الأسبوع اللي فات قعدت معاه مع عسين الشحات فترة والله قابلته؟ جي كان في بوابة أخبار اليوم عامل حوار مفتوح معاه فكانت جلسة طيبة جداً الحياة صديقنا سيئة محمد البهنساوي كان مهتم جداً بي يعني هو شاف أن تكريمه تعويضاً عن إهماله في المنتخف إزاي ما رحش منتخف أحسن لاعب في الدور الإماراتي صرف النظر إنت محتاجه إنت كنت محتاجه صحيح فعايز أقولك حجم الحب اللي عنده للنادي الأهلي مش طبيعي يعني في عز ما هو مخصوط في الإمارات بحق مجد كبير طبعاً عنده عقد كبير في الإمارات الناس مش بخلانة عليه بحاجة واخد أحسن لاعب واخد بطولة معاولين عليه كتير لما تسألوا إيه طموحك وإيه هدفك وإيه أملك أقولك ألبس في نلة الأهلي وبإذن الله ربنا حقاله أمله بإذن الله فده النوعية اللي فعلاً يعني تحتاج أنه تلعب في الأهلي وهو يوم ما يجي الأهلي أعتقد أنه حيقدم بشكل كمان أقوى بحيث المنتخب يستفيد منه ما هو ما ينفعش أنك يبقى عندك لعيب كده بالإمكانيات دي بالإمكانيات دي وبرى المنتخب يعني حاجة غريبة ما علينا الشروق بقى بتقول إيه عدت أنت لمصر اليوم صح؟ ما خلاص ما تكلمنا فيه اللهي تكلمت بما يكفي علي أكفي أنا موافق يعني بسيانا الحاجة أنا موافق الشروق قالت إيه عرض فرنسي يهدد استمرار أزاره مع الأهلي ده جديد أنه أزاره بيتمسك بالاحتراف النادي الأهلي اشترط عشرة مليون دولار لجنة الكرة ترفض الرحيل المجاني لسلاسي الفريق وفيه سبعة ملايين جنيه في الموسم لسعد سمير وإعلان تجديد عقده أربع مواسم قبل السفر إلى بيتسوانا وجمال يطلب تحديد مصيره اللي هو عمر جمال سعد سمير ماضي من أربع شهور ما سألت بقى أنك أنت سايب لك أنت تقدره خلاص سعد سمير حيتحط مع الفئة الأولى لأنه رجل اللعيب دولي في المتخب مصر سنه بيتقدم والأهلي لا يبخص حق أبناءه طيب الخماسي بقى أو موقف اللعيبة الراحلين يعني لازال موقف عمر جمال وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وعمر بركات وباكة أمور لم تحسب حتى الآن أيها ما هو أنت خيل أنت لو تلاتين ما كنتش هتماشي حد لكن أنت مضطر أنك تعير ناس منهم عشان ياخدوا فرصهم هو أقرابهم دلوقتي لأنه فسخ عقده كمان بالطراضي عمر بركات وفيه كان أكتر من نادي بس هو المستقر على نادي بعيني هنا آه غالبا يقترب المقاص يقترب من العودة للمقاص آآ 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 آ� عشان يلعب. بالظبط. حتى احنا ولادنا الزغيرين اللي بنبعاتهم بنعمل خاص يعني بيقول مسلا بكزا. لو لعب ستين في المية وسبعين في المية من المطشاط. اه. القصة التانية مش هناخته. مسلا. اه حلو. انا عايز اللعب يلعب. ايوه. مش فرحان بمية خمسين ومتين الفين زيادة. هيلعب. وبإذن الله. وحمد الشيخ قريب من الاسماعيلي. كان في كلام الاسماعيلي عايزه. بس لسه ما. متحسامش. موضوع متولي مع الاسماعيلي. لسه ولا. والله يعني معرفش دلوقتي حتى انت. يعني الاسماعيلي بيقول مش هنسيب ولا بمئة. انا اخر موقف ده قريته يعني. مش هنسيب ولا بمئة مليون. يعني. مئة مليون. انت مش في نادي. اه. له الحق. فيه يرفض او يقبل. اه. مصلحته فين. اه. وانت مش مش هيدي لك حاجة ضد مصلحته. مم. واحنا بنحترم هذا يعني. طبعا. اه. طبعا. طيب. فوز الاهلي على تاونشيب بهذا الشكل. اه هنشوف بعض اراء المحللين في القناة النقلة للبطولة. والجمعة في تحليله للمباراة. يشيد بكل بالي. لكن نشوف رأيه في تغييرات كارتيرون. مجروب طبعا لك والجمهير النادي الاهلي. هذا الانتصار الاول للاهلي في دوري المجموعات. لكن الاداء في الشوط الاول كان غير مكنة بشكل كبير. هل التبديلات التي اجراها باترس كارتيرون هي ما غيرت هذا الشكل وهذا الاداء للنادي الاهلي. اهم شيء ان اردت طبعا لتلات نقاط يا احمد كان مهمين جدا 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 في التوقيت اللي احنا فيه. والظروف اللي اتكلمنا عليها قبل المباراة. الوضع اللي بعيشه النادي الاهلي. والتغييرات الكثيرة اللي حصلت في المسائل اللي في مصر. انما النهاردة الفوز مهم لعوامل كتير جدا. اهمها مدرب جديد مع مجموعة لاعبين. ما فهمش القبرة الكافية. امل الفريق رجعت البطولة الافريقية مرة تانية بشكل قوي. المركز التاني بعد الفوز النهاردة وفوز الترجي. اللاعبين يكتسبوا ثقة قبل الدخول على مرحلة الدوري. ففوز مهم. النهاردة ضيعنا فوز الشوت التاني. فوز كبير. ضيعنا فرص كتيرة جدا. نتيجة الرعونة. نتيجة عدم الاهتمام. انما الفريق وصل واستغل الاخطاء الدفاعية والاندفاع لفريق توندشيب الشوت التاني. والمساحات الكبيرة اللي موجودة. وصلنا اكتر من مرة ضربة جزاء. التغييرات اضافت للفريق. ميدو جابر صنع هدف لاسلام لازاره. وحصل على ضربة جزاء. واسلام محارب سجل هدف. فيعني شايف التغييرات فعلا افادت. كلبالي صفقة ممتازة ولعب جيد. عجبك انت كلبالي. انا عجبني هدوء والعهل. الاهل واحد. يمكن فيه دفاع شوية بعض الاوقات بيطلع من مكانه. انما فيه شخصية فيه هدوء في الملعب. بفيد في الكرات العالية. نحية الهجومية بالنسبة له. الكرات السابتة هيبقى عنصر خطر جدا للنادي الاهلي. في المباراة اللي جاية مع. لما يشارك في نواحد الهجومية. اه. في الكورنر واللاعبات الهجومية. احنا مفتقدين النقطة دي. وهيحل مشكلة في قلب الدفاع بالنسبة لنادي الاهلي عنده خبرة تلاتين سنة مش لاعب صغير. وقال جمعة عندما يتحدث عن لاعب في مركزه يستطيع ان تطمئن الى رأيه. هو اشاد. اه اشاد اه بكل بالي وقال اضب بقى النقطة تانية. انك ممكن كمان هتستفيد من طوله واتقانه للضربات الركنية. للضربات الركنية. للضربات الركنية والكورات السابتة اه في ناحية الهجومية. لكن كل ده احنا بنتكلم على مباراة شفناها. هل الاداة هيستمر على كده? هل الظروف المباراة الاخرى هتبقى كده? تحت ضغط فرق منظمة اكتر حيبقى ايه الوضع? تحت ضغط نفس الفريق على ملعبه. استمر تقال لك. دعنا لا ندفع الى التفاول الاوي لكن نتفاعل. طيب اذا كان ده رأي واي الجمعة وهو مدافع الاهلي عن كل بالي. فماذا عن رأي هيثم فاروق وهو ايضا مدافع ولكن كان مدافع الزمالك. نشوف رأيه. من خلال هذا الكلام كابتن هيثم يعني من وجهة نظرك هل ممكن يعني نستشوف رؤية كارتنون القادمة خصوصا ان ايمن اشرف هو خبراته اكتر مع الاهلي من كل بالي. لم يلعب اليوم اعتماده على وليد سليمان ما كان عبدالله سايد. هل ممكن ان اخبره ان اشرف في المكان ده. المكان ده فى قلب الدفاع. ايمن اشرف لعب فيردباك مع النادي الاهلي بس. فترى للعب يسموح فترى. هو نزلك مكانه الطبيعى. كابتن حلمو طولان نزلو. 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 انسلم عتليه. وكان يضرب. انا باول ما بدأت بي كاسير دباك. مبارات ساسنائية. اه. فمبارات. انته عنده اصابة عنده. يعني انا باعوز اتقوصل من هزا السؤول يهي كابتن وقال اهي هي دي مشكلة الاحتراف. هل رؤية كارترون باب اقتصر؟ لان الكل كان يقول كابتن هيسم انك هل كارترون سيغير من طريقة لعب الامي بعد رحيه؟ هو الشيء بالتاكتك اربعة اتنين تاتة واحد بنلعب بيه زي ما لعب بيه كارترون حسن داكيه. ولكن هي المشكلة انت عندك اتنين لعيبة كانت منتخب مصر ولعبه في كأس العالم. منهم واحد اساسي اما كانوا متسحبه. سليف كوليبالي لعب مكان ايمن اشرف وان لم يشارف كأس العالم ايمن اشرف. و اظهروا كالعادة بلعب مكان مروان محسن رغم مروان محسن كان اساسي ما انتخب مصر كأس العالم. ولكن انا اضم صوت سليف كوليبالي اضافة قوية لدفاع النادي الاهلي. ولسه لسه كمان مع بداية الهجمة لسه نشوف كمان ما يشارك بالنحية الهجومية لما يكون في ضغط على النادي الاهلي وميز جدا فيه الكور العالية. يمكن نهاردة ما كانش عليه ضغطات كبيرة جدا حيبان في المقش طيب رأي هيسم هيسم فلت منك هيسم ده. كان لا انا اقول لك حاجة هي جاتي القصص زي. اه. سنة التسعين. اه. 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 وده يقول لك جمال النادي الاهلي انا ما كنتش مع كابتن عبد صالح الوعش وروح تقول له انا حقف مع كمال بي وما تدعالش مني كمال بي حافظ. لاني ارى الراجل الاخر فرصة لوني بقى رئيس النادي الاهلي. اللي انا كنت قبل كده مع كابتن صالح ضده. اي. فقالي عادل انا انا خلاص نازل الانتخابات مش هغير رأي. اه. قلت له ما تزعلش مني مش يعني حتى لو رغبتي او تعطفي مع حضرتك بس انا حكون مع الاستاذ كمال حافظ. ورغم هذا في سنة التسعين بقى بعد سنتين من نجاحه. بقى انا دهني. قال لي عادل اه. اه. دلوقتي انا عايز اجدد في الفرقة وعايز اه. وبيقولوا لي ان انت ممكن تبقى عندك يعني رؤية او متابعة. اه. اه. نجيب مين. قلت له هما ثلاث لعبة. نجيب نظري. اه. وثلاثة صاعدين بس منهم ناشئ. قال لي مين. ياسر ريان. في المنصورة. في المنصورة. هيسم فاروق. مع احترام الالقاب. من نادي الولمبي. وده مدافع. وياسر مهاجم طرف. واحسن ناشئ. واحيوب ابقى واحد من. ان كانش هيكون احسن لعب في مصر. اسمه محمد بركات. وعنده 16 سنة. في نادي. السكة. السكة الحديد. وقال لي. قلت له طيب السكة الحديد ما اتكلم الفريق مرتاجي. يكلم المنصورة محمود مرتاجي. وهم. اه. في السكة الحديد. اه. في الوقت ده يعني. هو ما كملش بعد كده. وهيسم. كان هيسم وياسر ريان في منتخب النشئين. وبعد كده في 92 راحوا لمنتخب الولمبي وراحوا دورة برشلونة. برشلونة. اه. انا بقى جاء يعني. هيسم راح هولندا. اه. 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 اه بعدها هو لعب ماتش مهم جدا قدام الزمالك في كاس مصر كسبه اتنين واحد وهو كان نجم المباراة وبعد كده اختفت تضح ان جاله كاسر مضاعف وغاب على الملاعب حوالي سنة انما هيسم راح هولندا فلما راح هولندا بعد كده ولما رجع كان عنده مشكلة في المطار وراح الزمالك بعدها راح وراح الزمالك لكن انا ينمني في هيسم ايه دي الوقتي كابتن هيسم هو من الناس اللي بتتكلم كويس في الكورة صحيح عينه كويسة او نفسه هادي فكره كويس يعني عارف جرد نفسه ويحيدها يعني هو يميل الى الزمالك طبعا لكن عمرك ما تشعر بهذا وهو يحلل النهاردة يعني اللي يطمنك انه يعني دعم دعم رأي الكابتن واق الجمعة وقال ولسه يا رب يكون ولسه للأحسن باذن الله فيما يخص كله بالي طيب فوز الاهلي ماذا يعني اللي بقيت المنافسين نشوف واق الجمعة يعني نقول ان الاداء اليوم بالنسبة لهذه الظروف يعتبر جيد او غير جيد بصفة عامة ببداية الموسيقى انا انا يهمني النهاردة وبدأت كلامي في الفوز بالفوز لان في عناصر كتير جدا ضغوط على اللعيبة ضغوط على المدرب ضغوط على الجهاز الفني ابي اكمل واحمد ضغوط على ادارة النادي وطبعا احنا كلنا يهمنا النادي الاهلي يهمنا ان احنا نشوف النادي الاهلي باسمه بكيانه بالتاريخ الكبير اللي عنده بالشخصية كابتن خطيب بشخصية اللي بيدير النادي الاهلي فاعتقد ان الفوز كان مهم جدا جدا للبداية للبداية الصحة ان انت في وسط الضغوط دي بتعرف تفوز وتفوز وتوصل للجول اكتر من مرة وكان ممكن يبقى الفوز اكبر من كده بعدد اهداف انما انت بتحافز على عملك في البطولة بتبعت رسالة للاندية ان انت انت النادي الاهلي في اي ازمة وفي اي ظرف انت موجود فيه انت النادي الاهلي بتفوز برضو فاعتقد ان كنت تمنى ان الملعب نارضة يبقى مليان وجمهور كله يبقى حاضر وراء الفريق انما الناس اللي حضرت اكيد عملت دورة وسندت بشكل جيد جدا ففوز مهم جدا 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 للبداية الصح لان الراجل يشتغل المدرب يشتغل كبداية صح مع الفريق يعرف يعرف يعني ايه النادي الاهلي برضو الكابتل نايسان فاروق نشوف رأيه ايه في المباراة بقى من ناحية الفنيه اذا هايسان فاروق قلفوس هو الاهم الاهلي سطع ان يحقق المراد من هذه المباراة ولكن تحسن اداف الشرط الثاني كان بسبب طبعا قراءة باتريس كارترون تقيمك لكارترون في المباراة الأولى الرسمية لهم مع نادي الاهلي اليوم يعني تعتبر النجحة الى حد كبير واضح ان معسكر كرواتيا بيأتي ثماره بيأتي اوكرا لان الحقيقة الفريق كسر حدة المباراة او النتائج الغير جيدة عادل طريق الانتصالات لك ان تتخيل ان هدف وريد ازاره في الشرط الاول كان اول هدف النادي الاهلي في الجروب ستيتش وده حاجة لم نعتدها على النادي الاهلي حامل رقم القياسي في هذه البطولة هدف الشرط التاني جميل انا واحد من الناس الحقيقة بستمتع لما كلها تيجي عند وريد ازاره ربما ليه اعتاب عليه في الانفراضات انه لو سجل هذه الانفراضات ياخد هدف افريقيا ويصنف على مصطوى العالم يصنف على مصطوى العالم؟ طبعا كمهاجم كبير يعني؟ لا ممكن ياخد اول هدف رقم يا رقم كبير عمل باس في البنالتي قبل ما تحصل عرقلة هو اللي عمل اسس في هدف الثالث هو اللي تنقل برا البوكس وخد مكان ناحية اليمين وعمل كروس باس بالمقاس الحقيقة على رأس اسلام وحالب ولكن مش عايزين نقص قوة النادي الاهلي على فريق تاونشيب لان انا قلتلك عندهم نقاط ضعف عديدة في الخطة خصوصا ادلنا واحد دفاعي حتى الراجل الراجل 15 ايفان نتجي الحقيقة كان سايق جدا في هزيم براه وشوف لقطة الهدف الثالث مفيش مدافع بيجري وسايب الكرة أوراه وبيدي يظهروا للكرة كروس باس اللي عملوا الحية ويد أظهروا معمول بشكل جيد اي نعم فيه خطأ من حالس المرمى اي نعم فيه خطأ من قلب الدفاع ولكن ازرال اي من كان نقطة ضعف واضحة جدا فيه اداء الفريق تاونشيب في امبراطي ده كلام الكابتن هيسان فارو الكابتن والجمع وشوفته قد ايه هم بيشيدوا ببداية كارتيرون وببداية كل بالي وبأداء الفريق وبما كاسبه من معسكر الاعداد في كرواتيا الامر اللي كافلة للاهلي هذا الفوز المهم اللي رفع رصيده لأربع نقاط بقى المركز التاني هنشوف جدول ترتيب هذه المجموعة تخيل انا نشوف الجدول ان السرحان مع التعليق اللي قاله كابتن هيسان مفيش مدافع بيجري إدي دهاره للمهاجم والله شفت المنظر ده في كاس العالم صحيح طبعا نقول لك حاجة الناس اللي توقع تقول لك والتمركز ومش التمركز اللي جون كده ما فيش في مصر حد بيعرف يوقف ويتعامل مع كورة العرضية حتى الجون اللي جاي فينا في الدقيقة الأخيرة في ماتش هورجوي جاي بالطريقة دي وبرضو حمله الدفنس انه مش عارف يوقف كويس انا رأيي ان سبعين في المية من اللي جات في كاس العالم جات كده اللي زي الناس مش عارفة تتمركز انتوا ليه ده تمالي متصورين ان اللعيب يعني لا اللعيب قدامه لعيب تاني هو بيناوره لقدامه بيناوره ايه هو اصراع بين اتنين اه اصراع بين اتنين لما واحدة تفوق مش معناها لازم ان انا عشان ما تمركزتش طبعا انا لو تمركزت كده وجيه واحد تاني يعني تمالي يقولك ايه مش مفروض المدافع اه 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 يسيب المهاجم قدامه طيب جدول ترتيب هذه المجموعة اللي هي المجموعة الاولى التراجي الاول عنده سبع نقاط الاهل التاني عنده اربع نقاط كامبالا سيتي الاوغاندي عنده تلت نقاط وتاونشيب رولرز عنده ايضا تلت نقاط الجولة اللي جاية ان شاء الله اه يوم السبت تمانية وعشرين يوليو الاهلي حيكون في ضياف التاونشيب في بيتسوانا كامبالا سيتي في مرعبه بقى في اوغاندا حيستقبل التراجي في نفس اليوم كامبالا سيتي والتراجي في اه اه في اوغاندا جولة الخامسة اللي هي بعد اللي جاية ان شاء الله عامني ما تخش في الجولة الخامسة بقى اه ايه النتائج اللي تتمناها في ذي الاه الاهلي يكسب ان شاء الله و كامبالا سيتي والتراجي المرة دي لو تعادله يبقى في صالح الاهلي لأ عايز التراجي يكسب انا عايز اخلص بقى يبقى نطلع كامبالا من اللاه يبقى كامبالا وتاونشيب وبعدين انا والتراجي انا وزروفي اه دا الاضمن فاتمنى ان نتيجة الجولة دي تتحقق تاني اه اهلي يفوز والتراجي يفوز بلزبط طيب الجولة الخامسة بقى الترجي والأهلي في تونس هيبقى يوم 17 أغسطس 17-8 في رادس الأهلي والترجي بينما كان بالاستي في ملعبه هيستقبل تاونشيب في 18 أغسطس انت لو كسبت الجولة الخامسة دي هتقدر تروح بقى رياحية جولة السادسة بقى والأخيرة هتبقى 8 أغسطس يعني شهر جاه يخلص دوره 16 دور المجموعات الأهلي مع كامبالا سيتي هنا في القاهرة يوم 28 أغسطس وفي نفس اليوم في توقيت واحد تونشيب في ملعبه في بتسوانة هيلاعب الترجي إذن في هذه المجموعة الترجي والأهلي إن شاء الله يكون لتنين أقرب للتأهل المجموعة التانية فيها منافسة جديدة برضو حتى وإن كان مازينب الكنغولي الحقيقة حتى الآن بيغرد بعيدا بتسع نقاط في الجولة الأخيرة كسب مولدية الجزائر 1-0 صطيف الجزائر معهم في نفس المجموعة فاز على الدفاع الحسني المغربي 2-1 هذه المجموعة مازينب بيتصدرها بتسع نقاط لعب تلات مباريات فاز في التلات مباريات يعني إحنا بنقول المجموعة دي مجموعة قوية جدا والأربع فرق كان عندهم حظوظ العرب في مواجهة مازينبي يعني عندك في التلات من الجزائر والدفاع المغربي مازينبي ده نادي يجب أنه التفت إليه وهو صاحبه عاشق لكرة القدم عاشق للمازينبي لدرجة أنه لما بيطلع له لعيب زم بوته كان مأممه هذا لعب ممنوع احترافه وهو من أغنى أغنياء العالم الراجل صاحب النادي ده فكان يستطيع أن يفرد كلماته مازينبي عنده أربع نقاط ووفاق سطيف عنده 3 نقاط والمولدية عنده أربعة ووفاق سطيف عنده تلاتة والدفاع الحسني المغربي عنده نقطة واحدة الجولة اللي جاية الدفاع الحسني في المغرب هيلعب مع وفاق سطيف يوم 27 والمولدية حيستقبل مازينبي يوم 28 المجموعة الثالثة الوداد المغربي بيتصدرها بخمس نقاط متساوي مع حرية كونكري الغيني اتعادلوا الحرية والوداد اتعادلوا واحد واحد في غينيا في الجولة الاخيرة توجو بور بطل توجو اتعادل افاز على ساندولنز الجنوب افريقي 1-0 هذه المجموعة الوداد عنده خمسة الحرية الغيني عنده خمسة ايضا توجو التوجو اللي عنده 3 وساندولنز دي مجموعة كل الفرق عندها فرص الفرص متكافأة للكل الجولة التانية في هذه المجموعة الجولة الجديدة ساندولنز هيستقبل بطل توجو يوم 27 بينما الوداد هيستقبل الحرية في مباراة مؤسرة على الصدارة هتبقى يوم 28 المجموعة الرابعة اللي بيتصدرها النجم الساحلي التونسي عنده 7 نقاط قدر يكسب في الثلاث مباريات فاز مرتين وتعادل مرة عنده 7 نقاط في الجولة الاخيرة فاز على المبابان السوازيلندي 3-0 برا ملعبه بينما زيسكو يونايتد الزنبي اتعادل في ملعبه 0-0 مع أول أغسطس الأنجولي المجموعة أو هذه الجولة الجديدة النجم الساحلي مع مابابان السوازيلندي هيبقى يوم 27 في تونس وأول أغسطس الأنجولي حيستضيف فريق زيسكو يونايتد يوم 27 أيضا ده الموقف يعني تقدر تقول النجم الساحلة باشموندس غالبا هو والفريق مابابان السوازيلندي عنده 4 نقاط لو النجم الساحلي غالب الماتش الجاي لا هو النجم أوكي لكن الحصوص متساوي إذن فرص العرب قائمة الأهل والترجي في مجموعتهم إن شاء الله فرصهم قوية بإذن الله للتآهل معا الوداد البيضاوي في مجموعته عنده فرصة كبيرة للتآهل النجم الساحلي في مجموعته عنده فرصة كبيرة مازنب الكنغولي يطارد من المولدية ووفاق السطيف والدفاع الحسني نأمن إن شاء الله في وجود عربي قوي في الدور القادم هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف أبرز ما ظهر عن كأس العالم من ظاهرة أعتقد مؤسرة جدا دفعت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للتعليق عليها بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد عشان تشوفوا حجم التربص بالنادي الأهلي بمبادرات النادي الأهلي بأجواء النادي الأهلي حتى مع محب النادي الأهلي لأن الحقيقة في بداية الحلقة المونتس عدل القيعي وهو بيتحدث عن مكاسب هذا السلساء وقد إيه كانت المسائل شديدة الأهمية سواء في مكاسب النادي الأهلي في برج العرب وتأهلوا أو أطعوا مشوار مهم جدا في دوري أبطال أفريقيا اللي بإذن الله يتعزز بالتأهل ثم الإشارة إلى الأجواء الإيجابية التامة التي سادت في علاقة النادي الأهلي مع المستشار التركي آل الشيخ والحديث كان من قبل المهندس عدل القيعي عن هذه المبادرات المتبادلة وهذا الاحترام المتبادل اللي تجلى فيه مدخلة المستشار التركي آل الشيخ وأعقبها مباشرة بيان النادي الأهلي ثم الإشارة إلى أن النادي الأهلي كان عنده بيان مهم جدا في خلال كلمة الكابت المحمود الخطيب اللي سبقت مباراة الأهلي مع تونشيب هذه الكلمة من الكابت المحمود الخطيب كان لها الدور المهم جدا في حث جماهير النادي الأهلي على المزيد من الوعي على المزيد من الإيجابية على المزيد من المسؤولية في احترام كل الأطراف ثم مسندة الفريق بكل هذا الهدوء وهذا الالتزاب هذه التعبيرات اللي صدرت من المهندس عدل القيعي أشار فيها إلى أنه بعد كل هذه البيانات المتبادلة وهذه المواقف المسؤولة وأشار إلى مكاسب السلساء اللي وصفوا بأنه السلساء التاريخي ثم أشار إلى أنه بعد هذه المبادرات قال المهندس عدلي وبعد كده الناس اللي اعتذرت إعلاميا قبلنا اعتذارها وكان يشير بمنتهى الوضوع إلى أنه بعد هذه المداخلة من المستشار تركي آل الشيخ أعلن بعض الزملاء الإعلاميين اعتذارهم للنادي الأهلي عما صدر في برامجهم من تجاوزات في حق الأهلي وأنا عارف أنه كان بيشير إلى لا متحديدا من غير متحدي هو اللي حصل بالأمس أبو المعاطي زكي لا أنا ما سمعتش أستاذ أبو المعاطي لكن عندما أنا سمعت أستاذ عبد الناصر الزيدان وهو يعتذر ويقول أنا بعتذر وعند الشجاعة وقلت أن دي شجاعة وقال أنا بعتذر النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي ومجلس إدارته حتى ما زكرنيش بالأمس بالأسل لما أنا صحيت الصبح لقيت ناس كذبة بوصلوا أنه بيعتذر كمان للمؤادس عدل القيعي وأياده في هذا كان على التليفون الأستاذ أبو المعاطي فأنت قلت النهاردة أنا ذكرت الاعتذارات دي أن أنا بقبلها وبين نتكون صادقة يعني لأن الإساءات ما كان لها مبرر أنا أتحدث في هذا الإطار أما الشغل الكبار مع بعضهم إحنا لم نتناوله غير بالتثمين وبالتقدير وأن هذه مواقف مسؤولة من رجال كبار يراعوا المصلحة العامة يعني محدش يستطفل مع العاكر بقى ويروح يبلغ ويروح يعمل لأن مش هينجحوا برضو في هذا والله كل التقدير لما تم وأيضا لازم حنكشف الناس اللي عملت استطفل مع العاكر دي هي علاقة يوروح بمجرد ما قلنا حنستطفل مع العاكر حنكشفهم ما سننوش نص ساعة زال عصافير على طول شغلتهم شغلتهم أنت وصفتهم من يقتاتوا على الخلافات لكن الفيديوهات موجودة وكل حاجة موجودة يعني طيب هي يعني فكرة الصيد في الماء العاكر أو من يعتقدون أنه عاكر دي مسألة أعتقد حتى العامة من الجماهير بتقدر تكشفها سريعا وأعتقد أننا عندنا من المسؤولين أننا ندرك صحيح يعني إيه يعني التعامل الأطراف المسؤولة الأطراف المسؤولة وتعامل مع الكبار إزاي صحيح إنما هو تربص تربص بالعلاقة تربص بالنادي الأهلي تربص بملك وكتابة لأنه أنا عارفين إحنا عارفين كويس أنه البرنامج عند كثير من الزمل الإعلاميين مؤكد أنه لا يروق ليهم باستمرار ملك وكتابة الزمل الإعلاميين عارفين أنه منهج ملك وكتابة هو المراجعة على كل ما يقدم من مواد إعلامية في مختلف البرامج يخص النادي الأهلي وده منهج ملك وكتابة وده خطه الدائم فبالتالي من الطبيعة أنه هتلاقي دايما وأبدا ملك وكتابة في مرمى الهدف لمثل هؤلاء الزملاء اللي إحنا دايما وأبدا بنشدهم وبنطلبهم فقط بالمعايير المهنية لا أكثر ولا أقل أنت بتتكلم على النادي الأهلي بنناقش الرأي ودايما وأبدا كان حتى موقفنا السابت أننا بنناقش مقيل ما كتب وليس من كتب أو من قال يعني بن تعرض للمكتوب وليس للكتب بالظبط فده منهج إحنا عارفين أنه لا يروخ لكثير من الزملاء الإعلاميين من هوات أيضا البحث عن صيد في ماء يظنوه أعكرا أتمنى أن تكون واضحة الصورة لكن كنت بقول لك قبل الفاصل فرنسا وفوزها بكأس العالم مجرد حتى فرنسا اللي فازت بكأس العالم لقيت الناس في بعض الدول تتهمها بالذات في بريطانيا أنه ده منتخب أفريقي لدرجة أنه بعض المواقع اهتم بأنه يحدد الخريطة الوراثية أو الجينات الوراثية لمنتخب الديوك كل واحد هو مين أمه مين وأبوه مين فيتضح أنه الغالبية العظمى من المنتخب الفرنسي من أصول غير فرنسية فالبعض يدفع بفكرة التجنيس وإنه ليه بتتكلمه في العالم العربي على أنه فيه بعض الدولات بتسعى للتجنيس وتخطف لعيبة من مصر أو من غير مصر علشان تعمل منتخب فيكون الرد أنه طب ما هي فرنسا وما أدرك كما فرنسا بتقدر أو بتفوز بكأس العالم بمجموعة كبيرة من لعبين مجنسين هما في الحقيقة عشان نكون برضو بوضعين مش مجنسين دول أبناء أصول نازحة إلى فرنسا يمكن الأب أو الجد هما اللي سافروا فرنسا وبالتالي هؤلاء اللاعبين ولدوا في فرنسا اتعلموا وتربوا وتشربوا الثقافة الفرنسية الكاملة ربما كان الأب يعني هنلاقي مثلا لعب زي مبابي الفتى الأصمر الأساسي دلوقتي والنجم الأبرز ويمكن من أكتر اللعيبة للقيم التسويقية بتاعتهم ارتفعت بعد كأس العالم هذا اللاعب الموهوب ولد في اللحظة اللي كانت فرنسا بتحتفل بفوزها بكأس العالم 98 يعني في صف 98 وقت ما زين الدين زيدان هذا الجزائر الأصل والده اسماعيل زيدان من ضمن المهاجرين اللي هاجروا في بداية القرن لمرسيليا فبالتالي زين الدين زيدان جزائر الأصل لكن الوقت اللي زين الدين زيدان كان بيدخل الفرحة لكل البيوت الفرنسية وبيحتفلوا بيه كبطل متوج لكأس العالم في 98 في نفس التوقيت جزائرية أخرى لعبة كرة يد أصلا اسمها فايزة تزوجت من كاميروني مدرب لكرة القدم علشان في اللحظة اللي الجزائر أهدت أو الجزائريين أهدوا لفرنسا على يد زين الدين زيدان هذه البطولة ولدت فايزة الجزائرية ابنها مبابي كليان مبابي تعارف يا أهدوه في نفس بحثة احتفالهم بكاس العالم في 98 أنا حضرت مباراة ف19 سنة يحقلو من بابي الفرحة تانية حضرت مباراة بين متخب العالم متخب فرنسا بعد فوزهم بكاس العالم عشر لعيبة في الملعب صمر لعب واحد كان أبيض أعتقد كان حرس المرمى عشرة صمر ولا لأ كان حرس المرمى كمان كان أسمر كان زين الدين زيدان فقط نفس الوضع ده اللعيبة بالذات من شمال أفريقيا كتير منهم موجودين في فرنسا فلما مع التزوج مع أصول الأفريقية في حاجة في علم الوراثة لما الأجناس بتختلط في حاجة اسمها قوة الهاجين بيتولد يعني أقوى الجيل ده التاني بيبقى أقوى ودي حتى في الزراعة احنا كنا بندرسها لهجم فلما بيتحطوا في مناخ وإبداعات وكورة وموهبة مع القوة مع الرعاية بتكون نتيجة كده لكن ظاهرة التجنيسة سيد زبرهيم موجودة في العالم بلجيكا فيها مجنسين ألمانيا ألمانيا الأصول التركية الأصول البولندية تحديدا البولندية أكثر من عدة لعيبة كلوزا وبودفيسكي وكل دول البولنديين وأزيل من أصول تركية لكن ده مختلف على أنك تيجي قبل البطولة بثلاثة أربعة شهر تختفلك كموعا زي مثلا رفع الأسقال تبصت لقي نفسك عندك لعيبة فجأة تلعب بجنسيات تانية يعني تركيا كان عندهم حاجة خدوا لعيب بالغاري كان بطل عالم في الأسقال وعادين اتكررت التجربة النهاردة قطر متوسعة فيها إنما لما يكون الناس عايشة عندك وخلاص دي بقت جنسية تتولدت في أرضك كنا من جزور من جزور إفريقية الإشارة إلى هذا هو اللي مش مظبوط بقى النوم صمر ونوم ده كر ده النجوم العالم الأشهر على مستوى العالم دولة هم الصوم طيب الجارديان البريطانية الحياة اهتمت بهذه الظاهرة حسب ما نشرته الأهرام النهاردة الأهرام فيها تقرير مهم بتنقل عن الجارديان تساؤلها هل تتخلص فرنسا من العنصرية لماذا غرم الفيفا جماهير روسيا والسربيا وقال التقرير إنه لقى تقرير جريدة الجارديان اللي نشر أمس تحت عنوان الأسلحة الناعمة تنعش الزاكرة في مشهد النهاية للمنديال صد واسعا وتفاعل القراء بالتعليقات فضلا عن أن ملف القضاء على العنصرية بات هو الأبرز بعد انتهاء كبرى البطولات الرياضية اهتمت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بمتابع فوز منتخب الديوك الفرنسية خاصة في مشهد النهاية والعدد الكبير من النجوم الفرنسيين زوات البشرة الصمراء تقرير الجارديان نقل العديد من الحوادث اللي شاهدها الشارع الفرنسي ومشكلات المهاجرين وكذا نشاطات الجمعيات الإنسانية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول ملف العنصرية في الملاعب تقرير الجارديان أيضا ركز على نجم المنديال كليان من بابي ومدى التنوع الإنسان الذي يتمتع به منتخب فرنسا بوجود لعبين مسلمين مثل بول بوكبا بفضلا عن الجزور العرقية المختلفة لكل أعضاء الفريق والجهاز الفني أشار تقرير الجارديان إلى الدراسة اللي أجريت في العاصمة الفرنسية واللي بتأكد أن هناك معاناة لشريحة معينة للحصول على وظيفة مثل وجود اشتراطات لكتابة الأصول للأب والأمة عندما استمارة الحصول على وظيفة أنت مين أبوك جاي منين عشان كده هتلاقي الخريطة اللي احنا عرضناها على حضراتكو فيه كل لعب اسمه إيه أبوه جاي منين أمه جاي منين هتلاقي واحد ورد تاني لو حتشوفوه على الشاشة كاملة بالخريطة الاجتماعية الكاملة للأب والأم لكل لعب منهم بول بوك با يمكن الأبوين من غينيا كلياني مبابي الأب كاميروني والأم جزائرية جبريل سيديا الأصول من مالي نبيل فقير الأبوين الأب والأم من الجزائر بليز ما تويدي الأب من أنجولا والأم من الكونغو عاد الرامي الأبوين من المغرب سامو الأم تيتي الأصول بالكامل من الكاميرون عثمان ديمبي اللي يمكن الأم من موريتانيا والأصل للأب من السنغال وهكذا الباقي كل واحد بالشكل الكامل الجاردين أشارت لا يا شوف هم تناولوها من زاوية تانية مش من زاوية إن العنصرية في إن هم يعني اللعبة دي تجنست وفيه سياق من هذا هما بيقولوا بمنازبة إن هذا العنصر الأصمر اللي من جزور إفريقية يساهم في أمجاد فرنسا الكروية وهو أمر متكرر فمتحطرش لا مش لدول لفكرة إنك تقعد تقول لي أبوك مين وهمك مين وإنت بتدار على الوظيفة وصعوبة مدام دول بيحق أقولكو المكسب آه يعني هو عايزين عايزين يقولوا كده هل بتتخلص فرنسا بقى من هذا التصور إنك أنت مصر ليه بتطلحق المهاجرين أيوة مدام أبناء المهاجرين قادريني حق أقولكو السعادة بس هي الحياة هي الحياة دي قدرة الاستقافة الفرنسية على إنها فعلا يمتزج فيها كل هؤلاء يعني هو أشارة التقرير إلى دراسة في العاصمة الفرنسية أن هناك شريحة قادل فرحة الفرنسية في الشارع أن هناك معاناة لشريحة معينة للحصول على وظيفة مش لوجود الشرطات لكتابة الأصل الأب والأم عند السلام يعني ميجي يحصل على وظيفة بس أنت هتلاحظ إيه وده توجه الجارديان والصحف البريطانية حتى من المونديال نفسه يعني هم من الأساس عندهم مشكلة مع روسيا فعندهم استهداف للبطولة نفسها فكل حدث كان في كأس العالم كانوا بيدورو له عن زاوية سلبية يركزوا عليه الاتحاد الفرنسي اللي بيتهم بقى مقدم البرنامج بالعنصرية المقدم في فوكس نيوز الأمريكية الاتحاد الفرنسي بيتهم هذه الشبكة الأمريكية بالعنصرية في الحديث عن زاو الأصول الأفريقية لكن الملاحظ أنه حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو أصلا من أصول الأفريقية نزحة إلى الولايات المتحدة هو نفسه كمان أوباما تفاعل مع هذه النغمة وهو كان موجود في جوهانس بيرج في تكريم ذكرى نيلسون مندلا فقال أنه منتخب فرنسا هو مثال واضح لحل مشاكل العنصرية وتقبل الآخر وقال أنه في جوهانس بيرج عند تكريم ذكرى نيلسون مندلا أنه سعيد بما أنجزه هؤلاء الفرنسيون زاو الأصول الأفريقية الحياة فيه تقارير كتيرة كمان اتكلمت على الغرامات اللي فرضها الفيفا على منتخب روسيا قبل البطولة قبل البطولة كان المنتخب الفرنسي عامل مباراة ودية مع روسيا وهو بيلعب هذه المباراة قبل كسل عالم في روسيا الجماهير الروسية هتفت هتفات عنصرية ضد هؤلاء اللاعبين ولعل هذه الهتفات المعادية من الجماهير الروسية هي اللي مسلت وقود التحدي عند لعبي فرنسا أصحاب البشرة السمراء قرات ايه وجدية ايه وفكري ايه الجون اللي جابوا الجون الرابع بيحطوا كرة من مسافة بعيدة جدا بلايسنج بس بقوة عايز أقولك عن شوف بقى لأنه ده الفرنسيين اللي بيحسنوا التخطيط في 94 أنا كنت هناك كانت فرنسا مستضيفة دورة الألعاب الفرنكفونية وبالصدفة كان في نفس توقيت وبلقى علها مش صدفة لأنهم غابوا عن كاس العالم وقتها اللي كانت في أمريكا فأنت متخال منتخب فرنسا لم يتآهل لكاس العالم في 94 في الوقت اللي بيستعد للبطولة اللي حتتلعب في ملعبه في باريس 98 فمعنى كده أنه ما عندهش فريق يتآهل عاشوا الصدمة لدرجة أنهم عملوا حكتين تلاتة عشان ينسوا الناس دي كاس العالم وصدمة كاس العالم اللي هما مش موجودين فيها ما تآهلوش فعملوا إيه استضافوا الألعاب الفرنكفونية في نفس التوقيت كاس العالم ودي كان لها دلالة ثقافية أنا جايب كل الشعوب الناطقة باللغة بتاعتي علشان يعيشوا الدفء الفرنكفوني في باريس عشان أقول للشعب الفرنسي أفكروا بأمجادوا الاستعمارية أنت كنت السبب كفرنساوي فإن أنت تتمدد وإيه دك توصل لكل أرجاء المعمورة عشان يجي لك ناس من كل القرات يشاركوا في الدورة الفرنكفونية للناطقين بالفرنسية فشفت أفكيرهم أنهم يلهوا الناس عن صدمة غياب عن كاس العالم وعملوا كمان في نفس التوقيت سباق فرنسا الدولي للدرجات وده سباق كبير جدا مهم حطوا الحدثين في أثناء كاس العالم في أمريكا اللي هم مغيبين عليهم كنت تلاحظ أنه الكيب والفرنس فوتبول وكل كل الصحف الفرنسية أثناء الدورة بتغطي كاس العالم بمجموعة كان يجب أن نكون هناك بيذكروا الاتحاد الفرنسي أنه عيب كل ما يتكلموا عن كاس العالم في أمريكا والنتاج تلاقي جملة كان يجب بس الناس دي كانت بتخطط وبترتب ليه اللي جاي ليها في 98 إذا كنت أنت استوعبت صدمة غيابك عن كاس العالم في أمريكا هتعمل ليه في البطولة الجاية بعد 4 سنين في ملعبك أتريهم كانوا جيل زين الدين سيدان بيربوه بجد بقى أنك تبدأ تجهز جيل قوي يمثلك في البطولة أنت بتنظمها فكانت النتيجة أنك قدمت منتخب قوي جدا في 98 بقيادة زين الدين سيدان كسب البطولة تمر 20 سنة من 98 لغاية 2018 ما يخدوش البطولة يعني اللقب الوحيد في حياتهم في 98 وغيبوا عن المنصة 20 سنة يروحوا يروحوا روسيا وهم معاهم جيل جديد من هذه العناصر الشويرة بس يا سيد إبراهيم بيبنوا لا لما تشوف بص بقى تحت 17 كسبوا إيه آه طبعا بطولة أوروبا وبعدين 19 بطولة العالم وبعدين ولا فينا مش عارف إيه يعني هما وبلجيكا لما هتشوف نتائجهم وانجلترا هتجد التلاتة دول عندهم نتائج مزهلة جدا على مستوى وقتع الناشئين خلال 10-12 سنة اللي فاتت هطبعت فده ده اللي احنا بنقوله نحن لا نستفيد حتى منين الهزيمة يعني الهزيمة قد تكون مفيدة لو استفدت منها للبناء لماذا لا نفعل هذا وإحنا في لحظة دلوقتي يعني ياريت ما نتحاسب شيء بقدر ما نتحاسب على قدرتنا على التجاوز والتخطيط السليم بقى شوف في فرنطا دي دفسها آه عشان تشوف انت قلت إيه تكون عندنا قدرة على التخطيط السليم فرنسا دي جيل في النادي الأهلي آه سنة 99-2000 موسم 99-2000 التجربة بتاعت كورفر والمحمد رمضان كل اللي احنا فيه النهاردة من المدرسة دي أخذوا هذا الجيل كان فيهم مؤمن زكريا وكان فيهم هشام محمد وكان فيهم عفروتو الولاد دول كان عندهم 9 سنين و8 سنين و10 سنين ده حتى أخي أخي الضفعة فيها رمضان صبحي والنزل بالضبط اه تخيل احنا رحنا فرنسا في بطولة للبراعم في مرسليا في نفس المنطقة ونفس الملعب اللي لعب فيه زين الدين زيدان فوتفولتو ايو هذا الملعب شاهد دورة فيها كل الأندية الكبيرة في العالم كان فيه من الريال مدريد وكان فيه فريق من برشورونا وكان فيه ناشية اليوفينتوس وكل الأندية الكبيرة في العالم مشاركة في دورة مرسليا الدولية ناشئ في النادي اللي قاله وانا قلت الكلام ده أكتر من مرة علشان تفرق أو تلاحظ الفرق بين ناس بتبني وبتخطط وتستفيد من المواهب وبتنميها ومواهب عندنا الإهمال بيقتلها كان فيه ناشئ في الجيل ده في الآله اسمه محمد عبد السلام أكملش لا أعرف قصيته ده ده له قصة أعرف وهو الرجل مدير الدورة بيدي له كاس أحسن لاعب فبيقول للقنصر المصري ترجم له قوله في نفس الملعب ده وفي نفس الدورة دي تحت عشر سنين زين الدين زيدان كان وقتها أنت بتكلم بقى زين الدين زيدان خد أحسن لاعب وخده لك في السن ده وهو من أصول عربية زيكم أي قول للناشئ ده نتمنى أنك أنت زين الدين زيدان من سنتين خد أحسن لاعب في العالم ترجع لفرنسا ذات يوم وإنت أحسن لاعب في العالم طبعا حصلت حاجات كتيرة جدا غيرت مسار هذا الناشئ المهوب وأعتقد من سنتين كان في بيترو جيت وحرص الحدود ولعب في الدرجة التانية وماعتقدش أنه كمل في فريق كبير ده اللي كان الفرنسويين شايفينه سنة ألفين أنه ده ممكن ياخد أحسن لاعب في العالم فهنا الفرق بين التخطيط السليم عارف ليه أستاذ إبراهيم أنت كيف تتعامل مع موهبة الكلمتين اللي تقل له محمد عبد السلام دول وحد طلع قال اللي عبده حيساو أربعة مليون دولار لا مش حد طلع هو إيه أنا أحكي لك القصة لأننا الله يرحمه كابتن طريق السليم يعني قال لي أنت اللي كتبته هو اللي خلى الناس كلها فهمت أن الراجل بخرب بربعة مليون دولار هو اللي حصل وقتها بعد ما الأهل كسب برشلونة ومحمد عبد السلام ده كان ممكن ممكن جيله مؤمن زكريا وهشام وغيره فاكرين ده كويس وإحمد عدل عبد منعن كان ممكن يرأس الفرق بالكامل ويدخل بها الشبكة كانت عنده موهبة فزة فبعد مباراة برشلونة جي إداري من برشلونة بيسأل محمد رمضان فين المسؤول بتاع فريق الآلي فقال له محمد رمضان فقال لهم عايزين ناخد الولد ده فرمضان قال له أنا ما عنديش حق أن أنا أدي لك رأي خد قدي رقم فاكس النادي وتقدر تخطب النادي بشكل رسمي فواف كورفر فقالت له ميستر كورفر إحنا ما سبقش بيعنا ولد صغير أو كده لو النادي سألك توافق قال لي آه أوافق طيب ده بكام قال لي أربعة مليون دولار فأنا استغربت قال لي أيوة أربعة مليون دولار أنا هقول رأي كده لأنه برشلونة حيتفع فيه الرقم ده وحيبقى مهتم جدا أنه يعمل منه حكيت الواقع كده أنا يعني حكيت لي أنا وأنا اللي كتبته فالناس هنا بعد ما داد أنا كتبته في الأخبار رجعنا لقينا كاميرا من التلفزيون جاية تبحث عن اللاعب هو ده بقى اللي أنا عايز أقوله واللي هو سفير رجوع كان عضو مجلس إزاي قضينا على هذه الموهبة باهتمام آه ما حدش جاهد له كله بقى بيتحدث عن فين الولد اللي سوى أربعة مليون دولار خده بأربعة مليون دولار خده خده وباعه خلص ولا خده ألعا كانت النتيجة إنه السورته بقى بتبحث عن نصيبها في الفلوس فين الولد يعني كان ناشق صغير مقيم في الاستراحة دكوتي اللي تقمس قدامه ما كان بيداق جدا محبش اللعب اللي تقمس لا ما هو أنت بتمتعد من قراري هتنفذه زي أه أنت بتعترض ليه على قراري إذا كنت أنا شايفك مهم وقلت إنك مهم خلاص يعني ما تمتعدش طيب عايز أقولك إنه الآن أعلم فوز مصر بأربع ميداليات للتاكوندو في دورة للعابة الأفريقية للشباب ودي مسألة مهمة جدا كدورة للشباب الدورة الأفريقية المقامة في الجزائر المنتخب الوطن المصري اللي تاكوندو حقق أربع ميداليات في هذه الدورة حتى الآن منهم ميداليتين زهبيتين وفضية وبرونزية ده في اليوم الأول النهاردة للدورة شوفوا أنا ملاحظ حاجة أن من بطولة البحر القابل المتوسط اللي إذا لما كسل عالم مرورا برفع الأسقال ومش عارف بطولات اللي جات بعدها فيه إنجازات هيلة جدا لم تنل حظها من الضوء والاهتمام علشان كسل عالم لكن فيه نهضة رياضية أرجو ونيتبني عليها صاحبا طب ما يمكن الإنجازات ده بتتحقق عشان الإعلام بعيد عنها تصدقني تصدقني يقول لك ما ده جزء اللعيب بقى تعالى اللعيب كده حط أملك فيه وبتدي تكلم عليه تكلم عليه شوف كرم جابر بدون إعلام عملية جابر الزهبية في أسينة ونهلة رمضان شوف أول ما حصل تركيز إعلامي عليه بعد كده ما حصل الشخصية ما أنت عندك إيه هاب عبر أحمن لا إيهاب عم حميد بتاع رفع الأسقال الراجل بيتقدم صار سمير بتتقدم الشخصية برضو لها تأثير كرم جابر ده واحد كان ممكن يبقى يقونة المصارع على مستوى العالم وكان ينظر إليه كده يعني تخيل أنه يجيب دهب بعدين يفشل في دورة أولوبيا بعدها وبعدين يجي في الدورة اللي بعدها يوصل فاينل ويتظلم ويتحرم الدهب يجيب فضة يعني ده إيه الخوة دي طب إيه اللي حصله في النص الثامن سنين دول مشاكل 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 الهدف مش واضح أنك أنت تهيأ للأضواء وتهيأ للنجومية وتهيأ للمكانة وطموحك يبقى عايز يتقدم دي مهمة جدا وده اللي أنا بقوله بقى هنا العلم طيب أيضا الأهل بيعلن عن وصول رامي ربيعة غدا إن شاء الله الجمعة قدما من ألمانيا بعد خضوها لبعض الفحوصات الطبية هناك للتعافي من الإصابة البروفيسير الألماني فولفرت طبيب المنتخب الألماني أشاد بتحسن ربيعة ونجاحه في تنفيذ برنامج مثالي في الناحية التأهيلية ورامي ربيعة يمكن بيواصل هذا البرنامج الإصابة الشديدة يا باشواندس بقاطع في العضل الضمع دي جديدة ومن أخطر الإصابات يعني هي دلوقتي شوف دخلة في كم شهر وربنا يعني وصلوا إلى السلامة ويعني كما نتمنى لأن الرامي ربيعة ده جوكر ده مش لعب تقليدي صحيح لعب عنده شخصية عنده مقاومات عنده ميزات كتيرة جدا يدرلعب لك هفد فندر هفد فندر باكريت أي حتة حتحطه حيلعب وبشخصية ومكانات بدنية كويسة فربنا يا شفي رب نتمنى بإذن الله تعالى أنه حتى ما يستعجلش في العودة يا باشواندس لا يستعجل إيه لا لا هي دي على فكرة السبب ملاش دعب اللي كان عنده كان مستعجل في العودة من لا 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 ما كان لغاش دعوة دي ما لغاش دعوة خالص إيه الضهر وإيه الضمة ده في ماتش الأهل وإذا مالك ده ده إصابة غريبة أنا ما سمعتش عنه أول مرة أطع أطع في العضلة الضمة ما سمعتش عنه كان في مشكلة في قيده إنه يؤجل قيده الحين تمام شفاقه ودي ما فيش مشكلة دي حصلت مع جلبرتو جلبرتو قعد سنة بر القايمة كابتن إعماد النحاس كانوا يناقش هذا الأمر إنه يبقى لحد ما يخف فالنهار ده تأجيل قيده ملاش دعوة لا ده إنت عايزه بدلنك بتعلبه عايزه جدا ويحتاجه جدا على فكرة لعيب جوكر بهذه المواصفات لا نتمنى له يا رب الشفاء ويرجع رامي ربيعة زي ما كل الناس عندها الثقة فيه ده كان ختام حلقتنا النهاردة اللي نتمنى بإذن الله تعالى إنه كل ما حدث فيها من مناقشات وموضوعات تكون بداية بناء لمرحلة مهمة جدا وإنه الفريق استعد بكل هذا التركيز دايما وأبدا أهم مباراة هي أقرب مباراة دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساع مساء الأسنين القادم إن شاء الله بسوء الخير